اهلي حامل اللقب يخسر اول نوتتين في الدورة امام الجونة رغم هدف مودست اشتركوا في القناة باداء متراجع من الاهلي ادريك جونة النهاردة ياخد منه نقطة ثمينة علشان يكون اول تعصر للاهلي في الدورة الموسم ده مودست النهاردة سجل لأول مرة والاخر اول مرة في الدورة وكان ليه محاولتين كمان في هذه المباراة في المقبل فترة التوقف مهمة جدا للاهلي علشان يستعيد عافيته واداءه المميز اللي كان حاصل للموسم اللي فات وبالمناسبة رغم اداء النهاردة ورغم الانتقادات الموجهة الكولر واللاعبين الا ان الاهلي النهاردة طلع على صدارة الجدول ولسه فاضله مباراة مواجهة موسيقى 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 اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة في دوري نايل مباراة من الاسبوع الرابع مباراة معجلة من الاسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز الاهلي يتعثر امام الجونة والمباراة انتهي بالتعادل ايجابي واحد واحد بعد اربع انتصارات للاهلي على التوالي في الدوري يتعثر اليوم امام الجونة في ملعب الجونة ملعب خالد بشارة نشوف الاهداف وبعد كده نتكلم عن ما حدث في المباراة وما قبل هذه المباراة اول الاهداف لانتوني مودست استلامة رائعة جدا بعد اسست من طاهر محمد طاهر ويحط الكرة في الجول ويبدو انه بيطلعوا ماشا بدأ يطلعوا ماشا ايناعم متاخر وايناعم مش المفروض الاهلي ماشي نتكلم عنها بعدين مودست هدف النهاردة وكان ليه محاولتين على المرمى كان اكتر راعب لان النهاردة ما كانش عنده محاولات كتيرة يعني بس افتر واحد كان بيحاول نسبيا على المرمى كان مودست احمد بالحاج بعد كده يتعادل ليه الجونة عشان يصعد لصدارة هدافي الدوري بخمسة اهداف فتتكلم في ستة اهداف سجلهم الجونة هذا الموسم منهم خمسة ليه احمد بالحاج يتساوى مع مبلوله في صدارة هدافي الدوري احمد بالحاج اللي طبعا فترة اعارة ما كانتش جيدة خالص في نادي الزمالك تقلق مع عصوان واليوم يتقلق ايضا مع الجونة هنا نقف عند نقطة في منتهى الاهمية بالنسبة ليه النادي الاهلي النهاردة عنده مهاجم فرنسي اسمه انتوني مودست بيسجل لأول مرة في الدوري بعد تقريبا حوالي 250 ديام وشاركات سواء متقطعة او اساسي النهاردة بيسجل طيب مودست عنده مشكلة انا هبقى واضح وصريح تمام مودست عنده مشكلة هتقول ياصلو ما هو بدأ اهو هقولك ما هو الاهلي برضو جايب مهاجم من دورتوموند مهاجم فرنسي مهاجم بلعب الدول الماني فانت عايز بسم الله الرحمن الرحيم الراجل ده ينزل يطلق نار من بقه يجيب هترك بقى كل مباراة مكسر الدنيا وكرة في العرضة وكرة في الجول يعني فاهم ما تبقاش مستني وكي انك جايب لعب ناشئ بتقول ايه اصبر عليه الراجل عنده 35 سنة يعني الصبر عليه اصلا مش موجود انت عايز في 35 سنة ده يديك اقصى حاجة عنده فمودست عنده مشاكل طيب ده معناه ايه معناه وديه طبقا لمعلومة ايوا مؤكد الاهلي يبحث عن مهاجم جديد مهاجم بقى مع مودست مهاجم تحت السن ويلعب اجنابي كمان ما في الاهلي مهاجم بدل مودست في يناير كده كده الاهلي بيشتغل على ده عنده فريق سكاوتينج اللي بيقوده الكابتن هاني رمزي عنده فريق التعاقدات وتسويق اللي بيقى امير توفيق بيشتغل على القصة دي كده كده بيبصوا على مهاجم اخر ليه لما تيجي تبص برضو على مهاجمين النادي الاهلي دلوقتي فيه ازمة مودست ويعني لما بيجيب جول بنقول ها بدأ يطلع وماش بس بدأ دي كلمة بدأ اصلا خطر وغريبة على مهاجم زي ما تقولكم جاي من الدول الالماني جاي من دورتموند فعنده مشكلة في مودست كاربا لسه موقوف صراح محسن مستبع دلنهار ده ويبدو انه دخل في مشكلة ماء او يعني مرسي قرب بدأ يستبعده من حساباته مثلا فالاهلي حرفيا حرفيا دلوقتي بلا مهاجم اقولها ازاي يفتح النفس بلا مهاجم يعني يبقى مهاجم قوي جدا وهداف ومكسر الدنيا كاربا في الفترات اللي بيرعى فيها بيقدي وبيسجل وبيطلع شكله معقول بس برضو الاهلي كان بيبحث عن مهاجم عشان ما كانش عنده اقتناعة تام بفكرة انه كاربا ومحمد شريف مهاجمين في النادي الاهلي او الاسسيين ده عايز مهاجم افضل كمان فانت دلوقتي بيتعملت عد هو كاربا هيرجع امتى من الاقافة صح انت كمشجع للاهلي مودست مش مقنع لسه 100% صلاح محسن بعيد انت عندك ازمة هجومية كبيرة طيب دي جزء او ده جزء الجزء التاني لو تفتكر الموسم الماضي لما كنا نتحدث عن النادي الاهلي ونتحدث تحديدا عن مارسل كولر مارسل كولر كان واجه هذه المشكلة للموسم الماضي ورغم كده الاهلي كان افضل فريق هجوميا سواء في الدوري او حتى كتاني افضل فريق هجوميا في الدورة افضل افريقيا بعد سان داونز رغم انه كان عنده نفس المشكلة مشكلة المهاجم بس الاهلي كان بيعود ده بايه بصناعة عدد كبير من الفرص يعني ايه يعني الاهلي بيخلص المباراة من 15 ل 20 محاولة على المرمى 15 ل 20 كان ممكن الاهلي يسجل منهم واحدة او اتنين او تلاتة ودي نسبة قليلة جدا بعدد الفرص دي نسبة قليلة بس مش مشكلة انا هخلي فريق انا متكلم على المرسل كلها هخلي فريق يصنع فرص كتيرة عشان لو بيضايع كتير في واحدة ايه تخش الشبكة الموسم ده فرص الاهلي قلت فانت حسيت بالازمة الهجومية اكتر من الموسم الماضي كمان لنصناعة الفرص بقيت قليلة طب ده يرجع ليه ده يرجع لتغيير كبير في كل مباراة في التشكيلة الاساسية ييجي مرسل كلها لما تيجي تسأله هيقولك ما انا بلعب كل تلات ايام ماتش فعندي مجهود بدني كبير جدا وضغط كبير جدا في المباراة وده اللي مخليني غير كتير غير واحد غير اتنين غير تلاتة بالكتير يعني بس فيه مباراة بيغير بالستة والسبعة لعيبة كتير اوي طيب واحد زي كريم الدبيس النهاردة كان اقعد عدك وراجل ده لسه صغير في السن لسه شاب يعني عشرين سنة وعلي معلول عنده اصابة وبنقول دايما احنا عايزين نشوف بديل لعلي معلول الاهل يبحث دائما عن بديل لعلي معلول وكريم الدبيس واضح جدا انه مبشر مش بقول انه هو عظيم بس مبشر ففرصة ياخد كل المباراة اللي غير فيها عالي معلول فالنهاردة يبدأ خال عبدالفتاح ناحية الشمال وكريم الدبيس عدك طب ليه بيرتاح كريم الدبيس ليه طيب واحد من مكاسب النادي الاهل اللي فات المباراة اللي فاتت مع كريم الدبيس بالمناسبة كان احمد نبيل كوك يديله شوية ورا بعض يعني سبت اقدامه بعد كده خليه بدل هو مروان زي ما انت بتعمل طبعا واشهدنا كتير بيرتاح اللي كان بيعمله مرسل كلها للموسم اللي فات انه كان اللي عيبة كلها بتلعب والاهل كان مضووط خد بالك السنة اللي فاتت الاهل كان مضووط جدا 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 في المباراة وتحديدا مع نهاية الموسم جدا ورغم كده الاهل حقق كل شيء وكنا ساعتها بنقول ايه انا شخصيا كنت بقول ايه يا سلام على مرسل كل بيعمل روتيشن حلو جدا بيعمل تدوير كواس قوي الراجل ما بيطلعش كل شوية يقولك احنا عندنا ضغط في المباريات عشان فعلا عامل روتيشن فانت مش حاسن الاهل مجهد بدنيا الاهلي الموسم اللي فات نهاية الموسم اللي فات لو لسه من كم شهر يعني قريب جدا في شهر 6 في مباراة الوداد المغرب اللي هناك اللي هي مباراة العودة مباراة النهاية الافريقي تفوق وفاز بهذه المباراة لانه كان الافضل بدنيا بمراحل عن فريق الوداد قبل الفنيا رغم انه كان نهاية الموسم اللعبة خلصت فنشت بقى كل 3 يام يعني بص خلصانة بس حتى الروتيشن بيتعامل بشكل فيه زكاء وده كان بيعملوا مرسل كلها دي اللي بيحصل للموسم ده انا ما عرفش انا ما عرفش تغييرات كتيره اوي اوي زيادة عن اللازم النهاردة تشكيلها يعني المباراة اللي فاتت فيه 3 بالعودة في نص الملعب مباراة العطية وقاليو ديانج وامام عشور التلاتة التلاتة اللي هي مباراة سنوائيكروباتر التلاتة ما كانوش موجونين النهاردة في نص ملعب النادي العالي في مباراة الجونة بقى فيه كريم ندفيد وبقى فيه امام عشور او عفوا كريم ندفيد وهاليو ديانج ومحمد مجدي افش بتتكلم تلاتة مختلفين تماما تماما عفوا كريم ندفيد واحمد نبي الكوكا ومحمد مجدي افش انا بقى بتلغبط انا في التغييرات الكتير اقودي فكتير تغييرات كتير شوفي حتى واحنا بنتكلم بنتلغبط ليه ما ينفعش تغير فرقة كلها كده كلها وتلاقي عفتاح بها هوا ناحت الشمال بدل كريم الدبيس وتلاقي رامي ربيع خش مكان محمد عبد المنعم وتلاقي حسين الشحات وطهر محمد طهر مع مودست في المهاجم مش بيرستاو طب ليه اللغبطة طول الوقت فيه لغبطة في التشكيل طول الوقت دي بتضر بمارس الكورة وبتضر بالاهل طيب شوف انا قلتلك شوية مشاكل اهيه فنية وليه علاقة بالتنظيم من مارس الكورة وكل شيء ولكني ارفض تماما تماما الناس اللي تيهي تقولك دلوقتي مارس الكورة بقى مدرب مش كويس يا سلام مارس الكورة رأسله عايز يمشي يا سلام مارس الكورة المدرب اللي حتى كلنا كنت مدرب عليه الموسم اللي فاد عظيم لدرجة انه فيه ناس كابتقول انه واحد من اعظم المدربين الجنب في التاريخ النادي الاهلي المدرب اللي حصد كل البطرات في اول موسم ليه فجأة بقى مدرب سيء او مدرب غير جيد او تراجع مستوى بالراحة ممكن نلوم المدرب زي اللاعب ممكن يعيش فترة مش افضل شيء بس مش فجأة يبقى سيء انا شايف النهاردة الناس بتكتب مش قلتلكم مش قلتلكم مارس الكورة المدرب سيء حتى لو بيكسب كل البطرات كنت بقول عليه مدرب سيء يا سلام بتضحك علي الكلام ده مش مظبوط ما صدقش ليه عشان مارس الكورة السادة اللي فاتت على مستوى الافراد مش بكلمك على مستوى الجماعي كمان على مستوى الافراد الجماعي طبعا كان عظيم لمحمد هاني كان محمد هاني قبل مارس الكورة ولا حسين الشحات كان حسين الشحات قبل مارس الكورة ولا حمدي فاتحي ولا مرارة عطية ولا كهربا لما رجع على بس اللي بيجو ببالي ولا كريم فؤاد كل الناس دي قبل مارس الكورة كان مهددة انها ترحل محمد هاني كان مهدد بالرحيل كريم فؤاد كان مهدد بالرحيل حسين الشحات كان مهدد بالرحيل طهر محمد طهر كان مهدد بالرحيل كهربا جاي من سبع شهور بعيد عن الكرة رجع حد ده في الاهلي ما كنته ده مدرب فجأة بوحش لا انا ارفض ده تمام انا ما حب شرق الكلام اللي هو ايه يا اقصى الشرق يا اقصى الغرب ما ينفعش كده فيه كلام موضوعي كلام موضوعي ايه انه يمر بمرحلة غير جيدة زي اللعب نقول ايه اللعب ده يمر بحالة هبوط في المستوى او سوق المستوى بس هيرجع تنالش احنا عارفين اللي هو لعيب كبير مارس الكورونا المدرب كبير ومش هنبجع في كلامنا بس الحالة كده طيب دي جزئية في جزئية تانية بقى اصعب بكتير من دي الاهلي في ازمة الاهلي في تراجع الاهلي يسقط الاهلي مش يا سلام عشان خسر نقطتين في الدوري بقى في انهيار وازمة وكوارث وحاجات بقى ورده الكلام بالعقل الاهلي مش بيمر بافضل مراحله بس برضه انا قلت قبل كده انه ما فيش فريق في العالم يخش على كمية المنافسات دي من اول الموسم يعني فجأة لقيت نفسك في نهاية السوبة الافريقية فجأة في الدوري الافريقي خروج مغلوب فجأة في نصف نهاية كاس مصر فجأة في مباريات دوري ودورة ابطالة افريقية كتير 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 اي حد بيبدأ الموسم تدريجي الاهلي خد الموسم ده في وشه من اولها فحتى لو فيه حالة تراجع مش هقول منطقية كان ينفع تتعالج او ينفع التعامل معها بس ينفع تعدي الاهلي مش في ازمة بصراحة يعني مع سهل انقول ان الاهلي في ازمة وان نقعد الجميع الاهلي كانت غضبانا من شكل اداء فريقها فانا هساعدهم في ده وقول لهم لا لا الاهلي النهاردة سيء جدا الاهلي في كارثة الحاول الاهلي والاهلي في ازمة كلام ده مش منطق بصراحة يعني طيب معي دلوقتي عبر زوم حاجة بعيد بقى عن الاهلي وعن الدوري خالص واحد من اللاعبين المهمين جدا في منتخب سيرليون الحاجي كامارا له سيفيه رائع جدا وله اسم كبير مع منتخب سيرليون هو حاليا بيلعب في فريق راندرس الديلماركي بيقدي بشكل رائع جدا مع فريقه بيقدي بشكل رائع مع منتخب بلاده يا فندم شرفني ومنوارني على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا 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 بالطبع كلنا نعرف ان مصر هي اكبر منتخب في افريقيا وايضا مصر اسم كبير حول العالم كدولة ولكن الان اعتقد اننا اعتقد اننا معنا ايضا منتخبات قوية واثيوبيا الان منتخب كبير ايضا سنركز الان امام اثيوبيا ومن ثم نفكر في مواجهة منتخب مصر نحن نتطلع لمواجهات لاداء كبير في هذه المواجهات عادة مباراة التصفات يوجوالي طيب عادة مباراة تصفات كاس العالم وارد فيها الحدوث هل تتوقع ان منتخب سريليون استطيع انه يعمل مفاجأة في مجموعة قوية فيها مثلا منتخب زي منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو في هذه المجموعة هي كرة القدم اي شيء يمكن ان يحدث نحن سنأخذ الامر مباراة بعد الاخرى سنركز على مباراة اثيوبيا وبعد ذلك مباراة مصر فاي شيء يمكن ان يحدث نحن استعدادنا جيدا سنركز فقط على الاداء الجيد وان نحظى بالثلاث نقاط في اول مباراة وهذا محل اصرار لنا في اول مباراة عادة لما تقام قراءة تصفيرات كاس العالم ينظر اللاعبين والمداربين في المنتخبات حول المجموعة الافضل لهم هل بالنسبة لكم هذه المجموعة هي الافضل بالنسبة لكم ام كانت مجموعة او قراءة وجهتوا فيها سوق حظ ام كانت مجموعة لن اقول اننا كنا سيئ الحظ ولكن اذا نظرت عبر افريقيا الان ستجد ان كل دولة افريقية تطورت خصوصا على مستوى كرة القدم اتذكر اتذكر منذ سنوات كانت مصر او منذ اشهر قليلة مصر خسرت امام اثيوبيا والان نحن في مجموعة واحدة فبالتالي نريد ان نحقق افضل ما لدينا في هذه المجموعة لو بتابع منتخب مصر شايف مين ابرز اللاعبين في منتخب مصر طبعا بجانب محمد صلاح اعتقد ان مصطفى محمد هو الان يلعب في الدوري الفرنسي هو لعب رائع مهاجم رائع اعتقد انه واحد من افضل اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر بعد محمد صلاح مباشرة هذا هو رأيي الشخصي واعتقد ايضا ان كل لاعب في منتخب مصر هم لاعبين رائعين بجانب محمد صلاح يساندون المنتخب بشكل يمكنك ايضا ان تجد ان تجد لعبين جيدين في مصر خارج المنتخب فكل لعبي مصر اعتقد انهم لعبين لديهم طموح كبير هل وجهت من قبل لعبين مصريين او لعبت مع لعبين مصريين نعم لعبت امام مصطفى محمد مصطفى محمد امام في جالة السراي لعبت امام مصطفى محمد اعتقد ان لعبت مع ايجيبت المسطفى هايداري وايضا لعبت ضد الحاضري اسطورة محرصة من انتخب مصر في السابق في السعودية لعبت امامه نعم سجلت في الحاضري ولا معرفتش لا لا نحن 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 لعبت مع الحاضري ولا نحن لعبت معا في نفس الفريق انا بشكرك شكرا جزيلا شرفتني ونورتني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشرة الحاجي جامارا لعب منتخب السريليون ان شاء الله نواجهه في تصفيات كأس العالم وبإذن الله نتفاوك بإذن الله ان شاء الله طيب نروح بقى لأخبارنا وكوالسنا من مباراة الاهلي والجونة بعد المباراة مرسل كله المدير الفني للنادي الاهلي كان غضبان جدا انتقط بعض اللاعبين قالوهم حنا بنلعب بعشوائية وبنضيع فرص كتير وكويس ان فيه توقف علشان نلحق نعالج الامور نعالج الامور كنا بالمناسبة منح اللاعبين اجازة اسبوع هو بكرة كمان هيسافر الى بلاده هياخد اجازة هو الاخر بعد كده طلب من الجهاز المعاون انه جاهز برنامج للعبين غير الدوليين وهو هيتابع بنفسه البرنامج دوت اونلاين يعني خلال فترة الاسبوع طيب الاهلي ما زال يبحث عن ظهير ايصر هقول لك خبر وبعد كده هقول لك رائش طبعا الكل رايح لفكرة انه ازا مالك عرض احمد فتوح للبيع وبالتالي احمد فتوح في نهاية الموسم الاهلي هيدوم صح معظم الناس تتحدث عن هذا الامر وهنا في رقم عشرة قلنا لكم اكتر من مرة وهديك دلوقتي الكواليس مهمة جدا انه الاولوية عند النادي الاهلي محمد حمدي ظهير ايصر فريق بيرامدز الظهير ايصر الاساسي لمنتخب مصر الان اللي عقده ينتهي مع بيرامدز بنهاية الموسم الحالي اسمع بقى حكاية محمد حمدي اللي هو واحد من ناشيين النادي الاهلي بالمناسبة مع النادي الاهلي دلوقتي محمد حمدي بيرامدز من جانبه بيحاول يقنعه بالتجديد بيشتغل معاه بشكل قوي جدا انه يجدد بيرامدز عندهم سقة انه هم هيعرفوا يقنعه محمد حمدي انه يكمل مع الفريق ويجدد عقده النادي الاهلي وبينهما تطبعا حضرت له فيها أولى وعلى راتب وكل شيء كل المغرات الممكنة النادي الاهلي يتحدث مع محمد حمدي وبالفعل يعني الناس قعدوا من النادي الاهلي مع محمد حمدي قبل ما تكلمين لك على النادي الاهلي الزمالي كمان باصص على محمد حمدي بيتكلم على محمد حمدي عايز محمد حمدي في اتنين مقربين من الأهلي قعدوا أعداو الدية مع محمد حمدي وهو قال لهم أيوة أنا رغبتي الأولى النادي الأهلي رغبتي الأولى النادي الأهلي آه في بيرامدز عايز تجددلي والزمالك كمان عايزني بس أنا رغبتي النادي الأهلي طب يا سيدي وقع على رغبة قال لا أنا موقعش على رغبة خلصوا الاتفاقات مع وكيلي وأنا همضي بعد كده مع النادي الأهلي بعد نهاية عقدي مع بيرامدز بالمناسبة عرض الأهلي لمحمد حمدي أقل من عرض بيرامدز والزمالك لكن محمد حمدي رغبته النادي الأهلي الاتفاق المبدئي هيبقى عقد أربع سنين عقد أربع سنين مع النادي الأهلي تمام؟ ده الوضع بالنسبة لمحمد حمدي بيرامدز ما زال متمسك بالأمل إنه يقرى في جد لمحمد حمدي محمد حمدي رغبته النادي الأهلي وهم متفقين مبدئيا مبدئيا على عقد الأربع سنوات وعرض النادي الأهلي أقل من عرض بيرامدز والزمالك وفي النص كده في ناس أو كلاء لعبين الكلام مع محمد حمدي قالوا له أنت غالبا هتبقى أساسي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية فلو سمحت لا توقع للأهلي ولا توقع لبيرامدز ولا توقع للزمالك قبل ما تنتهي كأس الأمم الأفريقية وتشوف بعدها إيه الأفضل بالنسبة عشان ممكن يجي لك عرض أفضل بعد كأس الأمم الأفريقية ده الوضع بالنسبة لمحمد حمدي واحد من أفضل زهراء الجنب في الدول المصري وعلى ذكر واحد من افضل زهراء الجنب في الدول المصري اللي هو محمد حمدي واحد من اكثر اللاعبين المخلصين الرائعين زهراء الجنب في الدول المصري بيقدم مسيرة رائعة جدا وكل ما تقول خلاص خلص انتهى يبقى افضل لعبي فريقه انا معي عبر الهاتف الآن كابتن صابر رحيل زهير ايسر فريق الجون العمل مباراة رائعة النهاردة والمباراة اللي فايت كلها بيقدم شكل رائع جدا بيقدم مباراة كبيرة قبل ما يرجع لي تانا عشان التليفون قطى بيقدم مباراة محترمة النهاردة هو اللي تسبب في ضربة الجزاء اللي احتسبت لصالح الجونة وسدده احمد بالحاج بكرة عرضية لمسها بايده محمد هاني كان ليه عرضية خطيرة كمان مع عدت راس مهاجم جونة مميز مع الجونة كان مميز او مميز دلوقتي وكان مع الاتحاد مميز مع الاهل كان مميز مع الزمالك كان مميز في كل خطوة بياخدها صابر رحيل بصراحة بيقدم بشكل مميز جدا هو كان التليفون قطع وسامني عود اتكلم عليه نص ساعة بس هو رجع لنا تاني كابتن صابر رحيل لعا كابتن صابر بنور الدنيا كابتن صابر معي على الهاتف كابتن صابر مساء الخير طيب قطع تاني يا شباب نرجع تاني نجيبه بعد اللحظات بالمناسبة الجونة لو تواحز النهاردة مش فريق مليان نجوم مش فريق يعني اللي هو جايب لعيبها اعظم لعيبها في الكون بالمناسبة برضو ان الجونة مع بداية الموسم لما كنت بتبص على التشتيلة وتحط بس انت فرق ممكن تهبط الساعة فتحط بينهم الجونة على مستوى انه ما فيش اسماء من ملايين الجنيهات وربما ملايين الدولارات بس الفرقة حلوة اوي كابتن عبدالله عامل شغلة حلوة اوي بالفرقة ديت يعني بتتكلم فيه خسرتين تعادل وتعادل وانتصارين اداء حلو اداء حلو بالنسبة للجونة وبداية الموسم اتصور ان الجونة هيمشي بشكل محترم الموسم ده وعنده كام لعيب كده حلوين كام لعيب حط اعينك عليهم هتلاقيهم بعد شوية جامدين جدا كام لعيب صغير في السن كمان تتكلم فاربع خمس لعيب صغيرين في السن في الأشابة جدا في رهب عليها يلاقيين في سوق الانتقالات بس كده كان لازم يحافظوا على لعبتهم لحد نهاية الموسم عشان دول يعني اللي هيمسكوهم او يعني اللي هيعرفوا يتسندوا عليهم لحد نهاية الموسم عشان يدمن البقاء فيه الدوري الممتاز طيب لحين ما يرجع لنا رجع لنا اقول كابتن صبري رحيل مرة اخرى اه كابتن صبري مساء الفلو الف مليون مبروك التعادل اليوم عمام النادي الاهدي اه حبيب يا كابتن كريم الله بارسيك ربنا خليك كابتن الاداء حبيب يا كابتن مع حضرتك الاداء النهاردة كان راعي منك انت فردية لو جماعي من الفريق بشكل عامة كابتن صبري حبيب يا كابتن كريم ما تريمشي منك والله بنحاول نجتهد يعني قد نقدره والفرة كلها الصراحة عملت العليا والزيادة مش المطش ده بس والله كابتن اه خلال الفترة اللي فات كلها احنا ماشيين بمستوى كويس الفرة كلها والله انت قبل ما تخش على التليفون ما عرفش سمعته لا بس قلت ان جونة عامل مسيرة لحد الوقت في الدوري هي فوق التوقعات كمان انتو عمين اداء رائع جدا وتكلمت عنك انت تحديدا ان انت كل ما الناس تقول صابر رحيل خلاص تقدم به العمر صابر رحيل مش هعرف يدي اكتر من كده تبقى افضل لعيبي فريقك طول الوقت سواء دلوقتي او حتى مع الاتحاد وقابة كان مع الاهلي والزيمالك فمستوى رائع جدا يا كابتن صبري حبيب يا كابتن كريم والله محرمش منك وشكرا على الكلام الحلو ده الواحد بيجتهد وبيعمل عليه وبيشتغل حتى لبقى السن دي ملاحش علاقة والله ويقول ابترف بالمجهود ملاحش بالسن بقابة كبيرة بتلعف عنديها كبيرة وفي كل حتى بيشتغل وجعملوا عليهم فدي ملاحش علاقة بالسن خالص اللحظة للنهاردة كانت المباراة حاستطوعة صعبة عليكم انتو بداية المباراة على غير عادة الكابتن علاء عبدالعال في المباراة اللي زايدات الاهلي والزمالك ما بيعطش يعني دايما بيدافع اكتر منه يهاجم لكي انتو النهاردة كنت تضغطه عالي على النادي الاهلي من اول دي او كنت في مناطق النادي الاهلي من اول دي ايه اللحظة اللي كانت صعبة عليكم رغم البداية جيدة جدا بالنسبة لكم اللحظة الصعبة اسمان الهدف كنا عايتين عوض فده كان من اللحظات الصعبة في المباراة الاخر عشر دهائف المباراة برضو بعد الطرد دي كانت عايزة عايزة يكسب واحنا في نفس الوقت عايزين نحافظ على المباراة فده كان اكثر روقات صعب في المباراة بالنسبة للعيبة يعني عندنا لعبة كتيرة صغيرة لعبة كتيرة او مرد العبدالي ممتاز صحية خبرات اقول ليه له بس هيبقى له مستقبل كبير يا كاب عندنا كم لعيب هيبقى له يبقى له مستقبل كبير ان شاء الله في الفترة اللي جاية فكورة فده يعني يعني صابرات اللي بنزلنا اللعيبة إحنا كبار كان لعبة كبار كجهاز فني كابتن علاء وجهاز اللي موجود فده مخلى يا كابتن التي حالة كويسة بنحاول ن بخلى اللعبة دي لا إن شاء الله بك في حتى كويسة إن شاء الله في الفترة اللي جاية ستبخذ الكابتن العلاء عبدالعال قبل المباراة وبعد المباراة حان شات فيكوي وبيقوليون ايه وما بعد المباراة paint يعني 가자 سترا proced to see لا قبل المبارا كما هي اللعبة نفسيا كويس جدا يتكلم معهم بسلوب كويس جدا لا احنا في فرقة كبيرة لعيبة كبيرة لعب عندكم لعبة خيارات موجودة عندكم لعبة صغيرة في السن إن كنت أدخل في جامل حاجة وفرقة كما هي اللعبة نفسيا كويس هذا للإمباراة والله كنتم خميس المبارادي بل النادي هذه طبعا كبير كل المباراة التي فاتت لاحنا بشأننا بخطب كويسة وثابتة فهم هاء بهاي كل مباراة اللعبة نفسية قبله مبرافة عظيم جدا بيشتغل شغل جدير وكابتنا على بفراحة وشغل وبين على اللعبة في الملعب عظيم جدا اللوقتي بقى أستألك سؤال كده إيه برا المنهج بعيدة عن فريتك وبعيدة حتى عن النادي الأهلي أنا أسأل كابتن صابر رحيل الزهيل أيصر المهم جدا في الدولة المصر على مدار سنوات وخبرات عديدة جدا وإنت في الملعب النهاردة أشكت لسه بتكلم عليه إيه رأيك في كريم الدبيس يعني أنا أقول أنه لعب وعد جدا للنادي الأهلي ومنتخم مصر هل ده نظرتك لي أنت كاباء مركزك شفتم نفس المستوى ده لا طبعا لعب كبير والعب هيجي منه بس معلواء والناس تصبر عليه عظيم وبرضه كابتن عايز أقول حاجة أنت برضه علي معلول ما شاء الله ماشي بشكل كويس فما ينفعش أن أنا أول مادة الكريم هدينه وقيمه زي علي مصبوط ينفعش بس نصبر عليه مصبوط أصبر عليه عشان الناس يأخذ منه واحد عنده عشرين سنة واحد عنده 33 سنة ففيه فرق خبرات كبير أوي بالضبط أنا لما أجد لك كريم الدبيس لازم ما أصبر عليه وما قيمهش أوي إنه لازم أزيع علي أول ما يأخذ لازم يأزيع علي صحيح علي طبعا لعب كبير ولعب دولي لعب في النادي الأهلي يبقى له سنين وعمل يعني أرقام كبيرة أوي فلازم على كريم الناس يصبر عليه شوية عندك حق بس هيجي منه هو لعب كبير صحيح لزيبالك قلت ولعب هيجي منه ولعب هيشيل هيبقى له يعني مستقبل كبير في مصر إن شاء الله كابتن صبر رحيل لعب فريق جونة بشكرك شكرا جزيلا على هذي المداخل والحمل اللاعبين المهزمين جدا المجتهدين جدا والله يا بص أنا باحترم اللاعب بص ده كان بيلعب في الزبالك كان بيلعب في الأهلي ما خاركش من الزبالك والأهلي يقول لك لا بقى كده كفاية بقى أنا ما عافش ألعب غير في الليفل ده بتاع الزبالك والأهلي أي فريق بيروحه صبر رحيل بصراحة مؤثر جدا 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 وبشتغل يعني برضه في لعيبة لما بتتقدم بها العمر يقول لك أنا عايز اللي يسندني يعني فاهم؟ اللي هو أنا عايز مجموعة لعيبة جامدين أوه في الملعب فتمام سندني أديك مثال يعني أحمد فاتحي مفيش خلاف إنه أحد من أعظم اللاعبين اللي جم في تاريخ الكرة القدم المصرية بس أحمد فاتحي مع التقدم في العمر لما مع تشكيل ببرامد لا يسنده تمام نسند بعض يعني لكن صبر رحيل المجموعة زي ما هو قال كده صغيرة في السن فإنه هو يقدر يعدي وبشكل رائع كده فحاجة بصراحة تستحق يعني كل التحايا طيب نكمل مع النادي الأهلي خلصنا قصة محمد حمدي محمد الضاوي كريستو بصراحة ده لغز شوي لغز ليه لعب موهوب مارس كوراه هو اللي مختاره ينفع يخش في التشكيلة وينفع يعدي النهارده برق قائمة خالص وبصراحة ده واحد من أكثر اللاعب اللي في تونس كان بيقوله إنه هيبقى أفضل لعب في تونس فمنفعش هيبقى يدقوا كده دي برضو حاجة مارس كوراه محتاج يبص عليها بشكله وباخر يعني مهم إن في مصدر مكرم من التونسي محمد الضاوي كريستو قال لنا في رقم 10 إن أحد أكلاء اللاعبين عرض كريستو على نادي التراجي التونسي عشان ينضم ليه الفريق في المركاتو الشتوي اللي جاي وده عشان اللاعب عايز ياخد فرصة عايز يلعب أكتر ما يبعدش عن الملعب والوضع حاليا بالنسبة ليه التراجي لسه ما تكلموش في هذا الأمر التراجي هو أكتر نادي في تونس ينفع يدفع مقابل كريستو بس التراجي رفض اللاعب في الأصل عشان هو مقيد مع النادي الأهلي في قائمة الأهلي الأفريقية وممكن ما يتمش الاستفادة منه في هذه البطولة ولكن كريستو من اللاعبة المهمة بكل تأكيد طيب النهاردة أكيد زي أي مباراة فيها بعض الحالات التحكمية سواء اللي تستحق الإشادة أو تستحق لفت النظر معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشا خامرنا التحكمة أكابتن جهاد من أور الدنيا كريم سيخير عليك وعلى كل مشاهدين أخبارك يكله بخير والله الحمد لله كله تمام يا ربي دايما بشكل عام النهاردة تقيمك لطاقم التحكم لأ النهاردة أداة تحكمة محترم جدا محمد يوسف والطول المساعدين معاه والحاكم الفار النهاردة خرجنا من مغاراة زي ما نقول كده ما عندناش خطأ تحكمة مؤثر ممكن نتكلم عليه النهاردة التحكم كان في المستوى المطلوب الناس كلها بتتكلم عن تحكمة صورة قويسة في الحالة تحكمة اللي حصلت أو اللقطات تحكمة اللي حصلت هنشوفها مع بعض هنلاقي أن كلها الحمد لله إيجابية النهاردة عظيم نعرض مع حضرتك كان أول لقطة خالص في المباراة هي الهدف اللي سجلوا الجونة في أول دياء وأول تريبة من 40 ثانية كان محمد شنو بيطلع الكورة وخبطت في لعب الجونة ودخل الجول تمام الميزة يا كريم في اللاطنين الحاكم خطي قرار في المرعب ما استنناش الفار واحتسب الفطأ للمس اليد الموجودة واستنى بقى الفار يأكد على قراره ودي ميزة يعني اللي على صعبة جدا على فكرة على أي حكم هو الراجل احتسب للمس اليد واستنى الفار يأكد القرى جات في الإيد وبالتالي المبدع عامل لو القرى جات في إيد المهاجم بقى أي شكل من أشكال واحراسة حذف بعدها مباشرة يعاقب عليها المهاجم بغض نظر الإيد بقى فضل طبيعي مش رضل طبيعي مكبرة مش مكبرة مغرد لمس اليد على المهاجم اللي يحفز بعدها مباشرة هدف يعاقب عليها وبالتالي كان اللمس اليد موجودة والتمايز من محمد يوسف إنه واحتسب في الملعب الله يفتح عليها كارت الجاب بس معلش أنا عايزك تراجع دي تاني عشان ناس كتير النهاردة قدت لك إيه لا ما هو يودي ييده فين ما كان ييده كان مش محركة لا لا نعم يعني بنأكد أن لمس اليد على المهاجم أيا كانت وضعها تعمد مش تعمد مكبرة جسم مش مكبرة جسم يعاقب عليها مدام أحرص بعدها هدف مباشرة عظيم لأن الاتحاد دولي بيقول غير مقبول يتم إحراز هدف يسبوكه مباشرة لمس اليد حتى وإن كانت غير متعمدة أو مش مكبرة جسم فده مبدأ عام بالنسبة للمهاجم تختلف تماما بالنسبة للمدافع للي بيحرص بعدها هدف مباشرة فكان قرار ممتاز من محمد يوسف أنه احتسف الملأ لأنه صعب على أي حكم وطبعا تأكيد من الفار وكان قرار صحيح في حكم زي ما حراك عارف يعني يقول لك إيه لا أستنى الفار هو بقى ليقول جول ولا مش جول يعني أحسبها جول عدم دخلت الشبكة وبعدها كان نبقى نشوف بعد كده هو التمييز في النهاردة من محمد يوسف بصراحة أنه احتسب دي يعني هو تحمل مسؤولياته كحكم واحتسب دي والحكم البارد تأكد القرار وبالتالي كان في الآخر خط قرار صحيح ممتاز نشوف بعد كده الحالة الثانية وهي ضربة الجزاء في دي الولى من الوقت الوقت ما احتسب بدلا من الضاعة في الشوت الأول الكرة احتسبت ضربة جزاء للجونة نشوف مع بعض الرفع من جهة الشمال أنا أتذكر أي وقت محمد هاني الإيد لأول ما بتخرج برد الجسم الإيد اليمين الشمال خرجت برد الجسم وبالتالي كبرت الجسم وفي طريق الكرة وبالتالي ركل الجزاء الصحيحة ومن مكان محمد يوسف شافها كواس جدا وأضار كواس جدا الإيد دي مكبرت الجسم وبالتالي لما الكرة تيجي فيها حاسب عليها اللاعب وركل الجزاء صحيحة بدون انذار لأن القرة اللي مرفع بالعرض دي لم ستدد فيها ما فيش فايا انذار وبالتالي كان قرر صحيحة محمد يوسف ومراجع صحيحة مر حجم الفقر ممتاز جدا ناخد اللي بعدها دي حالة طرد لعب الجون أحمد محمود آه هي طبعا هجم وعدة الراجل ده ما عندهش فرسلة بالكرة هو عاق لعب الأهل اللي فيه هجم وعدة وبالتالي انذار كان مستحق ده الانذار التاني ومحمد على فكرة يعني من مسجد حكم يعني حكم اللي واثق من نفسه أو اللي بيقدي في الملعب هو ما بفكرش هو قدامه حالة بياخد بها القرار بتاعها وبعدين بيلاقي انذار انذار التاني فكان طرد فكان برضه الطرد مظبوط والانذار مظبوط والانذار الاول اللي لها نفس اللي كان مظبوط وبالتالي نتكلم هاي معلش 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 اكبتن جاذ عشان في بعض الناس يقالوا انذار الاول ما كانتش مظبوط لا كان مظبوط في الاداء احنا محمد من اتنين حكام درجة اولى بفيتور برير يسك فيهم ثقة عمياء محمد يوسف وعلى عزيز السيد وفيه في كازا حكام تالي بس دولة الاكتر ثقة بالنسبة للمتخابر الأجنبي في درجة حكام الدرجة الاولى اللي بيدي له مطشاط يسك في قدراتهم وبالتالي هو بيسك فيهم يعني تخيل طول ما بيش حكام دولي أور اختياراته من حكام الدرجة الاولى هتلاقي محمد يوسف وهتلاقي محمد العزيز السيد فعلا هو وصل فيهم فيتور برير وأي مرشاط مهمة اللي هم موجودين فيها بمناسبة فيتور برير عشان فيه خبر دلوقتي أنا هقوله انه اتحاد الكورة متدائق شوية من فيتور برير عشان واخد أجهزة لفترة التوقف ديت وكانوا عايزينه يكمل هنا عشان يعدل كثير من أخطاء الحكام الفترة المضاية هل من حق فيتور برير ياخد أجهزة في الفترة الحالية ولا مكان المفهول دي يكمل معنا شوية هو طبيعي حسب الاتفاق هم متفين على إيه بس الطبيعي في الفترة التوقف دي هي الفترة الأساسية لأي رئيس لاجهة حكام بيشتغل فيها يعني الوقت المطشط والمطشط الشغالة انت بتوزع مطشط بس مش أكتر وبيتجيب الحكام تحلل تحكيمي وكده لكن فترة التوقف دي فرصة ما تيبقى فرصة ما بيجي لك فرصة زي كده زي ما مدرب جات له فرصة ان عنده توقف مباريات فبيحول يصح أخطاء الفترة اللي فاتت احنا لابنى 6 أسابيع فالمفروض هو التوقف ده يستغله عشان ان نرجع بالصورة أحسن من اللي احنا ماهنا بيه وبالتالي طبعا اذا كانت حد الكرة زعلان من الموقف ده فأكيد عندهم حق اتمنى طبعا يتدرك الموقف ده لان فعلا الفترة التوقف دي بتبقى فرصة زهبية اللي لنجد الحكام لتصحي المصار للفترة اللي جاي عظيم كابتن جهاد جريشا انا بشكرك شكرا جزيلا كالعادة اللي فاد منك طيب نكمل أخبار نروح لناديل زمالك عشناديل زمالك عنده كصص كصص مهمة جدا تخص المدرب طبعا ومن هو ما بعد الموديل الفني الصابق خلال الساعات اللي فادت فيه أربع مدربين بدأوا يخش قائمة ترشحات تدريب نادي الزمالك أولهم وأقول لكم كل تفاصيل عنهم بعد لحظات يعني الألماني فرانكو فودا والألماني الآخر هو أندريا بارتنيرا والأسباني فيسينتي مورينو والإطالي والتر مدزاري ده معروف ده كمان فيه مدرب برتغالي وآخر أسباني من ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك تعال أقول لك السيارة الذاتية بقى لأربعة الأوليين دول لأربعة الزمالك بيتكلم معهم بيشوف يقدر يتعاقد مع مين فيهم تعال أقول لك واحد واحد عشان أنت بعد كي بقى تقول إيه ده اللي هيبقى الأصلحة لو أنت مشجع للزمالك أول واحد فرانكو فودا مدرب ألماني من مواليد تلاتة وعشرين أربعة ألف تسعمائة ستة وستين عنده سبعة وخمسين عام يعتمد على طريق اربعة اتنين تلاتة واحد مع الأندية اللي ضربها بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شتورم جراتس النبساوي كمساعد مدرب في يوليو ألفين واثنين ثم أصبح المدير الفني للفريق في سبتمبر من نفس العام وقضى الفريق في أربعة وثلاتين مباراة وقضى الفريق في ميتين اتنين وستين مباراة بعد كده ضرب نادي كايزر سلاوتن الألماني من يوليو ألفين واثناشر وحتى أغسطس ألفين وثلاتاشر وقضى الفريق في أربعة واربعين مباراة ثم عادة إلى شتورم جراتس في سبتمبر ألفين واربعتاشر وظل معه حتى ديسمبر ألفين وسبعتاشر تولى تدريب منتخب النمسا من نوفمبر ألفين وسبعتاشر وحتى مارس ألفين واثنين وعشر وقضى الفريق في تمانية واربعين مباراة ضرب النمسا برضو زي مارس الكولر آخر محطات التدريبية كانت نادي سيوريخ السويسري من يوليو وحتى سبتمبر ألفين واثنين وعشر وقضى الفريق في تمانتاشر مباراة وتوجه بتدوري النمسا ومع شتورم جراتس في موسم 2010-2011 كما فاز بكأس النمسا موسم 2009-2010 طيب الأسباني بيسينتي مورينو مورينيو مدرب أسباني من مواليد ستة وعشر عشر ألف تسعمية أربعة وسبعين تسعة واربعين عام يعتمد على طريقة أربعة اثنين تلاتة واحم على الأندال لدربها بدأ مسيرة التدريبية في نادي خريس الأسباني كمساعد المدرب في يوليو 2011 ثم تولى الإدارة الفنية للفريق في ديسمبر من نفس العام وقاد الفريق كمدير فني في ستة وعشرين مباراة تولى تدريب نادي ناستيك دي تاجراجونة الأسباني من 2013 وحتى 2016 وقاد الفريق في 147 مباراة وبعد كده درب نادي ريال مايوركا من 2017 وحتى 2020 وقاد الفريق في 133 مباراة ثم بعدها انتقل إلى إسبانيول الذي راحل عنه مايو 2022 بعد أنقاضه في 85 مباراة ثم تولى تدريب نادي الشباب السعودي في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023 وقاد الفريق في 33 مباراة مدرب دا كويس اعتقد يعني اخر محطات التدريبية كانت نادي المرية الأسباني من يوليو وحتى سبتمبر 2023 وقاد الفريق في سبع مباراة توج باللقب وحيد وهو دور الدرجة الثانية الاسباني مع اسبانيول في موسم 2020 2021 بعد كده نروح لأندريا برايتناترار مدرب الماني من مواليد 2 أكتوبر هنحفظه بعد كده مدرب الماني من مواليد 2 أكتوبر 1973 يعتمد على طريقة لعب 3 4 2 1 و3 5 2 مع الفريق التي ضربها بدأ مسيرتو التدريبية بتولي فريق TSV هوفلز الألماني المحطة الأبرز في مسيرتو كانت توليه المهمة الفنية لفريق شلكة عام 2015 وقاد الفريق في 44 مباراة فاس في 20 وتعاد 10 وخسر 14 مسجلا 71 ومستقبلا 57 هدف قاد فريق زياري خالأسباني لحصد الدوري عام 2021 2022 وتجربته الأخيرة كانت معه في النهاية وقاد الفريق في 7 أو قاد الفريق ل7 انتصارات في 22 لقاء وتعاد 14 وخسر 11 مسجلا 36 ومستقبلا 40 هدف بعد بعد كده والتر مدزاري ده بقى معروف ده ومشهور وكل حاجة حلوة يعني ده لو جينا دي الزمالك يا جماله يا جماله طيب بس اعتقد ده اكيد السهل بتاعه يعني الات بتاعه يبقى كبير مدرب ايطالي مواليد 1 اكتوبر 1961 عام 62 سنة بدأ مسيرته التدريبية كمسائعة مدرب بولونيا الايطالي عام 1996 ثم انتقل بنفس المنصب لنابولي عام 1998 وتولى المهمات الفنية لفريق بولونيا تحت 19 عام والمحطة الابرس في مسيرته تتمثل في توليه المهمة الفنية لسامبدوري عام 2007 حتى 2009 ثم تولى المهمة الفنية لفريق نابولي بداية من 2009 وحتى 2013 تولى المهمة الفنية للانتر عام 2013 ثم تولى المهمة الفنية لوتفورد الانجليز 2017 ثم تولى المهمة الفنية لتورينو الايطالي 2018 المحطة الاخية لو تمثل في تدريب كالياري الايطالي ثم قاد قبل كده نابولي لحصد اعتقد هيبقى الراتب بتاعه كبير اعتقد بس مدرب خبرات مش طوعية يعني طيب نكمل مع نادي الزمالك مجلس داية نادي الزمالك الساعة اللي فاتت تقرر انه يستأنف على الغرامة اللي اقررتها المحكمة الرياضية الدولية على نادي الزمالك لصالح المغربي خالد بطايا فاكرينو فاكرينو الغرامة كانت Tookown بقى مليون وتسعومي الف دولار مليون وتسعومي الف دولار ده مليون وتسعومي الف دولار ده ده بعد ما كانت 3 مليون أو عفوا 300 يورو بعد ما كانت 3 مليون يورو بعد استناف اول كان عمل نادي الزمالك الزمالك عايز يعمل استناف جديد عشان يخفض العقوبة جي ليه ومشي ليه وعمل ايه عمال يلم من الزمالك فلوس فلوس كتير قوي الله يكون فعون الناس اللي موجودة كالعادة يعني طارق حامد تواجد في نادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت وبدأ الكلام يتقال ان طارق حامد جاي يقعد مع ماجل صدارة نادي الزمالك طارق حامد راجع نادي الزمالك في عارق أو والد ممكن يحصل يعني بس طارق حامد كان موجود نادي الزمالك النهاردة في سبب أو بسبب ملوش اي علاقة بالكورة خالص خالص هو طبعا موجود في مصر عشان معسكر منتخبنا الوطني ومطشين تصفات كاس العالم فقالك عدي على نادي الزمالك بيعدي ليه على نادي الزمالك خد شوية صور كده مع الناس اللي موجودة فالناس نشرت الصور ده فقالك يلحق طارق حامد راجع الزمالك طارق حامد ببساطة شديدة كان موجود في نادي الزمالك النهاردة لفترة تقترب من الخمسة واربعين ديئة وكان بيخلص حاجة من سيارة الشهر العقاري اللي موجودة جوه نادي الزمالك بيخلص حاجة يعني يتخص خالص ولا يقبل حد من المجلس ولا يقبل حد من الفريق ولا أي شيء خالص طيب هل ده معناه عم كريم ان طارق حامد مش يرجع في يناير قلتلكم قبل كده خبر مهم جد ان طارق حامد ما عندوش مانع يرجع نادي الزمالك في الوضع الحالي ومن نادي الزمالك يتكلم مع فرق الطارق حامد وهو لا يمانع العودة لنادي الزمالك بس ما فيش أي مفاوضات وما فيش أي خطوات حقيقية من نادي الزمالك بخصوص هذا الأمر حتى هذه اللحظة طيب نادي الزمالك النهاردة أعلن ان مباراته أمام فريق أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية هتكون يوم الحد 26 نوفمبر الساعة 6 مساء بستاد برج العرب المبارات دي هيدرها ان شاء الله طاقم تحكيم تونسي وكل التوفيق لنادي الزمالك فيها يرجع بقى من فترة التوقف دي مع مدير فني جديد ان شاء الله معافر معنويا جيدة لسه طبعا محتاجة تدعمات لو قدر الزمالك يعمل ده في يناير بس محتاجة الأمور تبقى أكثر هدوءا وحصل طيب فرصة أقول حاجة عن نادي الزمالك قبل ما سيب نادي الزمالك أخبار نادي الزمالك بارح تم نفي فكرة انه كان فيه مدربين زي كابتن حسام حسن زي كابتن أيمان الرمادي زي موسماني تم نفي هذا الأمر انه دول مرشحين لتدريب نادي الزمالك وتقال انه ده ممكن يعمل شوشرة أو يعمل أزمة في نادي الزمالك أنا هطلب طلب من الناس اللي أنا باحترمهم جدا وبشيط بيهم من أول يوم وهفضل بشيط بيهم عشانهم الناس بيشتغلوا في الظروب في منطقة الصعوبة في نادي الزمالك وأيضا للمتحدث الرسم من نادي الزمالك الأسماء دي كده كده هي أسماء كده كان محترمة بتكلم عن حسام حسن تاريخ كبير بتكلم عن نادي موسماني تاريخ كبير تكلم عن كابتن أيمان الرمادي زهور لافت في الدورة من الموسم الماء يعني حتى مش حاجة هتزعلك لو هي أسماء يتم تدورها ما يتم تدورها هقولك حاجة ببساطة يعني لما ريال مدريد يتقال إن أنشروتي ممكن يمشي نهاية الموسم لما تفتح كل الجرائد اللي في العالم هتقرأ 30 مدرب مرشحين لإدارة ريال مدريد تقليل يعني أنا مثلا إيه؟ أنا صحفي فبقول إن مورينيو في الصورة إن زين الدينيز دا ممكن يرجع إن بيب جارديولا ممكن ياخد خطوة جديدة إن مثلا أي واحد بقى عد أي مدرب تاني يعني أي مدرب إنه أليجري ممكن يجي ريال مدريد برح يعني بص كلها تعرير فسيب في اللحظة دي سيب الناس تقول ما بدلها بقى طبيعي فريق من غير مدرب يبحث عن مدرب فطبيعي كل الأسماء هيتم تدورها تمام؟ أنت بقى تعمل إيه؟ اشتغل في المستخبي روح بقى شوف مدربك أنت تختار زي ما أنت عايز ويسيب كل اللي بيشتغل في المادية يكتب لها عايز خد بالك وهم يبقاش هدف أبدا 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 إنه يبقى فيه إصارة للبلبلة أو يحصل توطر جوا نادي الزمالك لا الناس بتعمل شغلها بتحاول تكتهد بس ببساطة يعني أصلا دي كمان ما تعملش بلبلة خالص في نادي الزمالك اشتغل زي ما أنت عايز ويعمل شغلك في سرية تمة على قد ما تقدر وهنسقف لك كمان حتى لو إحنا في اللي مشتغل في الأعلام ما نعرفش بس برافو عليك أن أنت عرفت الداري وعملت لنا مفاجأة بإسم ما كانش متدول خالص بس كده كان فيها إسمها بتطلع دي نقطة نقطة تانية بقى مهمة جدا مهمة جدا في أفراد ممكن تشتغل لوحدها يعني إيه يعني مثلا عضو مجلس الإدارة يروح يتكلم يقول إيه هو كابتان عامر مرمات دا مدارب كويس فيداردش مع حد ونها دا ممكن يدارب الزمالك فهي خدها صحفي خبت عالي هو ممكن تكون فكرة مجرد فكرة هو العرض على مجلس الإدارة ولا مجلس الإدارة يعرف عنها حاجة ولا إيش فيه واحد يقول إيه ما نجيب حسام حسن طب ما نجيب كابتان شوقي غريب ما نجيب كابتان شوقي غريب دا مدارب كبير ونعرفه كويس والكلام دا ممكن يبقى كلام مجلس الإدارة ما خدش قرار مجلس الإدارة ما وافقش صح أنا هامش معنات الزمالك إنه أي بيان رسمي يقول إن الأسماء دي مش موجودة تمام متحسسة تمام بس ما تقولش بس إيه الجملة اللي هي بتاعت إيه إصالة بلبلة أو دوشة أو أي مشكلة أو أي حاجة مش تعمل أي حاجة خالص مش تعمل أي مشكلة خالص بالعكس معاها سيمنا نتكلم قول له والله حلو خليهم بقى يماشيين مع دول وإحنا شغلين مع حد تاني خالص دي هتبقى فايدة ليك كبان أقولك حتى من الحياة الإعلامية يعني دي نقطة نروح ليه منتخب مصر ودي حكاية كبيرة وكنت بتكلم معنا من حوالي 6 شهر أو أكتر كبان روي فيتوريا رجل له سمعة طيبة في التدريب في منطقة العربية وتحديدا في المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية وراجل ده دائما يتلقى عروض عشان أجيب لك من الآخر دائما يتلقى عروض من أندية صغيرة أو أندية كبيرة في الدولة السعودية أندية صغيرة دي أقصد بيها أندية اللي في نص الجدول والأندية بتاعة تلقم كلها أندية كبيرة في الدولة السعودية بصراحة أندية محترمة الراجل عنده عرض مغري من نادي التحاد جدة السعودية والعرض ينفع يستنى لحد ما بعد بطولة كاس الوام الأفريقية العرض كان ب600 ألف دولار في الشهر 600 ألف دولار في الشهر التحاد جدة مستعد أنه يدفع لفيتوريا الشرط الجزائي في عقده مع اتحاد الكرة اللي هو ثلاث شهور يعني حوالي 750 ألف دولار إنه هو بياخد 250 ألف دولار هياخد 600 إنه بتاخد 300 ألف دولار في الشهر مع المنتخب هياخد 600 مع التحاد جدة بعد كاس الوام الأفريقية هل بطوليا هيمشي الراجل اللي عقده معانا لحد أربع سنين لحد كاس العالم هل هيمشي الله أعلم طيب إحنا مفوت نعمل إيه دلوقتي ما يوهلا ده يعمل إيه حاجة نسيب الراجل يشتغل نسيب الراجل يركز هو عروضه بقى يعرف يتعامل معاها نتمنى أنه يكمل معانا نتمنى الأول أنه يعمل حاجة حلوة في كاس الوام الأفريقية بعد كاس الوام الأفريقية نتمنى أنه يكمل معانا لكاس العالم ومدرب كبير ومحترم في المقابل الاتحاد الكرة زي بيقوله كده إيه افرش له الأرض رملة وخليه مبسوت ما تحط لهش أي معوقات أو يبقى مدائي من أي حاجة عشان أنا لما هبقى مدائي في شغلي حتى لأولا مبسوت مع فكرة لأنا بضرم منتخة مصر ممكن يمشي هلازم يبقى مبسوت ولازم يبسطنا هلازم هو مبسوت ولازم يبسطنا يبسطنا إزاي؟ بنتائج حلوة نبسك كاس عالم يكسب كاس الأمم هيدا الانبساط اللي احنا عايزين طيب نفي ما يخص منتخة مصر هلازم كمين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بعد الفاصل هنتكلم أكتر عن مباراة الأهلي والجونة فنيا هشرفني وينورني محمد جمال ومحمود شاكر خليكم يعلن بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة لأصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكر محلية رقم عشرة جيمي بنور الدنيا حبيبا كيف أخبارك ايه؟ كله زال فل ايه مدقى ليه؟ ايه؟ ملقى مصوت ملقى ملقى دك يا عم بسهم طيب الشيم انت طيبك كيب كده كام؟ حريب الشمانك 21 21 برضو اه بس الكنانة العظيمة هادي يا عم اهو خلاص كده ماشي خلاص محمود ازاككي اخبرك ايه؟ اخوان سعيد جدا متواجد معك طبعا ويقول لجيمي كونساونتا انا عندي 35 هادي ها خلاص يا عم خلاص 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 طيب كيب دايما عمد كله دايما في نجاح ونوعك العادة يعنش ربنا يبرك طيب جيمي النهاردة الاهلي والجونة او الجونة والاهلي بما ان الجونة كان المستضيف كانت مباراة فيها مواصلة للأداء المتراجع للنادي الاهلي ووسط كثير من الانتقادات والزعل والتحفظات على مستوى النادي الاهلي هناك رأي اخر يقول انه الاهلي مش في ازمة انت عمولش مع الاهلي انه هو في كارسة اللي هو رأيه بصراحة يعني انت معاني رأيش الاهلي في ازمة اصلا مش في كارسة الاهلي في ازمة اصلا ازمة حاجة وكارسة حاجة لأهلي في ازمة مش في كارسة وخلينا نقول الوضع زي ما هو حتى لو الناس هتزعل شوية انا هلازم عوضها الانتقادات والله العظيمة محمد عشان خاطر ازمة ايه من خمس مباريات بتخسر نقطتين من تعادل يعني انا عايز امسك الازمة اعرف انت اللي هو انا اقل اهلي متراجع في المستوى بس انا عايز امسك الازمة ومتصدر الدور كمان بالمناسبة حانسين اوال دي النهاردة بعد التعادل هو متصدر الدور بين الازمة اصدر بقى رقم واحد ايه الستاندر بتاع النادي الاهلي طوال تاريخه الاهلي يقارن بنفسه رقم واحد جوه النادي الاهلي عارفين كده مارس الكولر عارف كده خالب بيبو عارف كده لعبت النادي الاهلي عارفة كده جمهور النادي الاهلي ده اللي بيزعاله انه هو انت بقارن الاهلي بنفسه فتعالى نقارن الاهلي بنفسه رقم واحد الأهلي يستقبل في كل المباريات الماضية باستثناء مباراة ساندىونزو في القاهرة رقم واحد رقم اتنين الأهلي باستثناء هدف اليوم اللي برك للجزاء في الوقت بظلت ضيعة في الشوت الأول باستقبل أهدف في الشوت الثاني فواضح تماماً غياب تركيز غياب عامل زهني غياب عامل بدني في الشوت الثاني رقم اربعة تغييرات وتركيبات داخل المنعة غير مبررة في المباراة الأخيرة فقط ما بين قصين فقط من مارسيل كولر رقم خمسة ما تجي تكلمني على النادي الاهلي النادي الاهلي يفوز على الإسماعيلي بالكاد في مباراتهم في الدورية باستثناء مبارات المصر الانتهي بفوز عريض واستغل النادي الاهلي حالة الترد في وقت من الأوقات ويحسب للمدير الفن ويحسب لللاعبين كل المباريات صعبة مبارات المقاولون صعبة مبارات الفوز فيها صعبة النهاردة بتتعادل أمام الجونة وبالمناسبة عشان برضو ما بين قصين جملة عطرادية إن لازم ما تظلمش إلى اللعيبة ولا الجي ملعب الجونة ملعب ريخم وصعب وملعب مزعج جدا للنادي الاهلي طب ما دليلك في المبارات الستة الأخيرة خمسة عادلات للجونة مع النادي الاهلي وفوز وحيد في فين؟ في خالب بشارة وتالت مباراة تواليا تعادل للنادي الاهلي على ملعب خالب بشارة ملعب صعب جدا بسبب إنه فيه طائرات هواية وفيه حاجة كتيرة ده مش عذر أبدا لإن أنا بترك كلام من الاهلي في أزمة طيب أول حاجة لمحاولة إصلاح أي أخطاء في الدنيا أي أخطاء في الدنيا من أي مدير فن أو أي منظومة لاعتراف بالخطأ الراجل واضح تماما إنه وصل لحلقة من الإنكار إنه ما عندهوش مشاكل وارد هو دي تصريحاته الإعلامية لإنه حتى في سؤال المباشر ليه بعد مباراة المقاولين قال إحنا ما عندناش المشاكل إنت بتتكلم عليه وكانت مشاكل واضحة أتكلم على مشاكل غياب بركيز مشاكل في الروتيشن مشاكل في أزمة في وسط الملعب هو أتكلم عن أزمة في كل المؤتمرات إضاءة الفرص في النادي الأهلي طيب أول أزمة دي مشكلة يعني مش أزمة كمان عشان ما أضد كلمة أزمة بس أتكلم على مشكلة إنه عنده مشكلة في إضاءة الفرص السهلة وبيحاول يعالجها هل هل اعترف مارسي الكولر بوجود أزمة في وسط ملعبه والكل والكل مجمع هل أنه هناك تراجع في وسط ملعب النادي الأهلي بالكامل وكل الليعابين سواء على الصعيد الفرد أو المجموعة هل اعترف مارسي الكولر بوجود مشاكل في خط دفاع النادي الأهلي قدت إلى أنه لأول مرة من فترة طويلة جدا تحديدا مع مارسي الكولر بالسأب الأهدف في المباريات في سبع مباريات من التمانية الأخيرة هل اعترف مارسي الكولر بأنه يعاني من أزمة بعد خسارة بطلطين والخروج منهم لازم اعترف أنه عندي مشاكل عشان أبتري أحل الإنكار لا يفيد الإنكار لا يفيد لازم اعترف أنه فيه أزمة عندي فترة توقف دولي عندي مشاكل موجودة في الفرقة لازم أبتري أشتغل عليها وصل لحة لما كنا الموسم اللي فات بنشيد بإيه التطور الفردي أدى إلى تطور المنظومة فيما يتعلق بمارسي الكولر ادينا كل الكريدت لمارسي الكولر لما لاقي أنه وسط ملعب النادي الأهلي بالكامل بيتراجع لازم أخذ الكريدت من مارسي الكولر وأقول له دي مسئوليتك أنه لما يشهد انقفاض حالة التجهيز بتعليبها لما بتلعبش سنة الفاتك كنا بنقول اللعيب بينزل من عدكة فاي اللعيب بينزل من عدكة مجهز الموضوع كان زاد أنه أنت بتغير بروفايل اللعيب أصلا اللعيب بيجي من عدكة من فترة غياب طويلة ويبتري يديك بشكل مختلف تماما على اللي كان بيعمله نهاية عشان ما تقولش أكتر من كده كتعليق عام على المباراة الأهلي السيارة بتسقط سقوط حر مش حد الراضي يحاول يمنعها تكلمنا عن أداف مباراة سيراميكا الناز زعلت شوية طب النهار ده في تعادل ولو الموضوع استمر راكتر من كده لأي الأمور اعتبقى أسوأ من كده ما يعني أنا بصراحة مختلف في بعض الأجزاء منها أن السيارة تسقط طب حتى قلت تراجع لأ ما هي ليه بتسقط أنا ليه قلت تسقط سقوط حر كلمة سقوط حر معناها أنك كت فوق وبتنزل حلو ليه حر محدش راضي يوقف محدش هيدوس على الفرامل ما لازم أبترى يشوف إيه المشكلة بخلاها العربية بتنزل عشان أطلع تاني فكلمة سقوط حر مش معناها أن أنا بنتحر معناها أنه عندي مشكلة ومحدش راضي يحط رجله على الفرامل يوقف المشكلة طيب دي كلمة سقوط حر حلو هسيبك تتكرم على أهلي بس برضو حقاقا للحق دايما بننسى أنه في منافس يعني الأهلي بيلعب منافس الزمالك بيلعب منافس والمنافس النهاردة كان جيد جدا الجونة عمل مباراة محترمة جدا بكاتل كابتال عبدالعال سواء من الناحية الوجمية كان فيها ضغط عالي من نادي الأهلي من أول دية أو حتى من ناحية الدفاعية حتى مع ناقص العدد جونة عمل مباراة محترمة النهاردة جدا جدا يعني كريم كل لما الأهلي بيخسر أول أهلي بيتعادل الناس كلها بتمسك في الأهلي أو الزمالك أو الزمالك أو الزمالك أو الزمالك وبتنسى الفريق العمل جيم كويس أولا لكن النهاردة مش الفريق العمل جيم كويس الجونة بس أد ما أنا عاوز أد الكريدت للكابتال عبدالعال كابتال عبدالعال من أفضل مدرين الفنين اللي بيعرف يلعب الفرق الكبير وبيعرف يلعبهم بواقعية التشكيلة بتاعته ووقعية السكواد بتاعه النهاردة هو وعلاق عبدالعال أحرج مارس الكولر وأحرج النادي الأهلي في الشوط الأولاني بطريقة لعب هي مش جديدة ولكن طريقة تنفيذها كان فيها قوة كبيرة جدا من عند نادي الجونة شوفها كريم ببساطة شديدة قبل ما نستعرض الحالات هو عارف كويس جدا أنه هو لما بيجي لعب فريق عنده كواليتي وجودة لعبين عالية مش عارف أطلع بالكرة من تحت فأنا هصدر المشكلة في نص ملعب النادي الأهلي معاكين نشوف المشكلة هناك عاملية تيجي نشوف بالحالات بنا نتكلم عليه من أول دئ première في المباراة كابتن عالاء عبدالعال ملعب شوالة كورا لو نستعرض الحالات بتاعتنا بتاعت أول حالات خلص معنا أول درجة في المباراة خلص كل ضربة مرمى كل كورا تيجي من تحت لنادي الجونة نادي الجونة ما بيلعبش غير الكور العالية على طول للعبته في الناحية التانية هنشوف بس الحالات لو نستعرض الحالات معنا هنا ماشي وما جابين لأ في الحالات التانية بتاعت فشوف يا كريم الكسة كلها كان عنده ثلاث لعبين كان عنده لعب الاسمه الشيكويدي الفيروت بتاعه ده أطول لعب موجود هو بيحاول يلعب عليه الكرة عشان الكرة بعد كده لما تنزل بيبعلى طول الاتنين بتحركوا من وراء أحمد بالحج وأيمن موك ده لما نشوفه بالحالات هو كان بيعمل الكرة دي عشان الكرة التانية تنزل بعد كده الخناءة كلها تبقى في نص ملعب النادي الأهلي هو ده اللي كان بيحاول صدره للنادي الأهلي حاجة تانية برضو كمان زايدة عليها إنه هو كان دايماً بيلعب الكرة الطويلة على الرجل الشيكويدي في الأوتات وكان فيجي جنين نسخة طبق الأصل من الأهداف اللي جات في مبارات الزمالك والأسلوب اللي بقى يلعب بيه كل فرق الدولي طب تعالي هنا بقى نبص دي في دي أربعة في الأول خلص نرجع بقى من الأول خلص ونشرح كده في السريع اللي حصل هنا بص أحمد السعود هيلعب الكرة عاوز أوريك على حاجة مفيش أي تحضير من تحت بص بقى على هنا على الشيكويدي رقم اتنين واربعين فيه بتاعهم أول ما الشيكويدي يجي السلم الكرة هتلاقي اللي اتنين بتاعه الجونة مستنيين الساكن بول أول على أيمن مكة والراجل أحمد بالحاج عشان قدرة أحمد بالحاج دايماً فيه إنه هو راجل مميز إنه هو ياخد الكرة نشوف الصورة اللي بعدها كل ما الكرة تروح عندما ألعب نادي الجونة بيلعب بنفس الطريقة هتشوف هنا برضو الكرة التانية دي يا كريم هيلعب برضو الكرة العالية ضربة ضربة سابتة بص برضو راجل رقم اتنين واربعين أول ما هو يتلاقي هيلعب هتلاقي على طول الاتنين هيجوا وراه عشان يزحلق لهم الكرة دي حصلت كذا مرة آخر مرة أوريها لك علشان أوريك بعدها هو كان عاوز يوصل لإيه نفس الكلام دي الكرة التالت بص يا كريم يا القصة كلها أنا هصدر المشكلة هنا أول ما الكرة تقع هحاول إن أنا أخلي لعبتي كلها بتاعت الجونة قريبة مع النادي الآلي والكرة تقطت نطت فيبقى من الآخر صراع بدني على الكرة فصدر المشكلة لناحية التانية دي بقى كانت الكرة اللي هو بيحاول كان يلعب على كابتن علاء عبدالعب كرة تلعبت هنا برضو الراجل هيردى تعنطت الكرة بص بقى يا كريم أول بقى ما الكرة تنزل لحظة بص يا كريم كل لعبة الجونة لحظة معاش يا جماعة نسبت شوف أول ما الكرة السكن بول نزلت بص كام واحد من لعبت الجونة هو كابتن علاء عبدالعب المحافظ اللعيبة أول ما الكرة تنزل ضغط كبير جدا على حامل الكرة على المكان في الكرة فبالتالي الكرة التانية لما تنزل تنزل لعبت الجونة ويبقى المشكلة كلها متصدرها فين في نص ملعب النادي الآلي فالآلي لو خاد الكرة هياخد الكرة في نص ملعبه أقدر إن أنا أرجع تاني وأقدر إن أنا أقف كويس تعالي بقى نكمل أول ما الكرة نزلت شوف بقى اللي هيحصل الكرة بقى آي بقيت إيه عند نادي الجونة فهو كابتن علاء عبدالعال قاعد يصدر المشكلة هنا بقى اللحظة قبل مكلة دلوقتي يبقى فيه قوت مشهور جدا هو القوت اللي كل الدوري المصري بيلعب عليه أو الناس كابتن علب عليه دلوقتي هنا نفس الكلام برضو كابتن علاء عبدالعب آي دي قوت اتلعب الكرة التانية ودي كتك كرة خطرة جدا الكرة اللي قبلها برضو كانت نفس طريح فهو كابتن علاء عبدالعال أحرق النادي قال لي بالطريح دي أنا هفضل هعلق الكرة في واحدة عملها في الآخر أودا دي كلاسر إبراهيم ولا مين ياسر إبراهيم جد جد فأقول لك كرة عجب عشر شنوان كان مستعجل عجبت أفعل أود فالكابتان علاء عبدالعال عجبني في كرة أنا عارف إمكانياتي هلعب وصدر المشكلة في نص ملعب النادي الأهلي كرة نزدت للسكن بقول هادر أخد كرة وعمل خطورة كرة ما نزدت ليش هقدر أن أنا أتراجع فدي كانت ميزة كبيرة جدا الشوت الثاني اختلف تماما ورجع لها بتاحت الكرة فدي كانت ميزة كبيرة جدا من كابتان علاء عبدالعال أيوة أنا أحب أنا التعابلات دي عشان في التواقع أدام أنت عملت التعابلات دي بمتواقع السؤال هل مودست نقدر نقولي النهاردة أنه بدأ يطلع قماش ولا هنبدأ طول حياتنا نقول مودست هيطلع قماش هيطلع قماش هيطلع قماش لا لا بمنتهى البساطة في زل في زل التراجع الكامل لفريق النادي الأهلي عن ماتش نهاردة ما بعد يا كريم وجيت في الدية 25 تقريبا قلت لي بمنتهى البساطة طب احنا بنلوم على مودست ليه الراجل بساطة سهلة جدا ما بتروحلوش كروسات بفروض تتعملوا ما بتتعملوش ده الحد الدية 25 تقريبا يعني في جزء من المشكلة عند مودست معترفين الراجل ما جابش 30% مستوي يعني وفي جزء السبب فيه مش مودست خالص الفرقة كلها حالي وقعة دي أرقام مودست النهاردة الراجل جاب جول سدد 4 تزديدات منهم 3 تزديدات بين القائمين والعرضة لمس الكرة 24 مرة فقد الكرة 3 مرة بس روغ مرة كانت صحيحة تمريداته صحيحة 12 منسبة 100% طيب دي أرقام الراجل طيب الريتنج بتاعه عشان ملك هل الراجل أداء النهاردة كان أفضل من قبل كده ولا لأ؟ ده المعدل المتوسط للريت بتاعه في كل المواقع الإحصائية 7 و 8 من 10 اللاعب الأعلى في المباراة اللاعب الأعلى من الفريقين في المباراة في مباراة سيراميكا كيلوباترا كان 6 و 7 من 10 في مباراة المقاولين كان 6 و 9 من 10 والمباراة بالنسبة لي وكان سايق جدا طيب فأنا بقيس هنا هل هناك تطور؟ نعم هل والمنظومة كلها حواليه وقعة الراجل النهاردة كان هو المهدد الوحيد لفرقة سيراميكا كيلوباترا؟ نعم هل ده حصل؟ تعال نشوف يلا بي منيجي نبص على مودست الراجل الجوم بالنسبة لي هو جوم صعب مش سهل هو القصة كلها هل جات لفرصة؟ هل ما جاف أقول هل دي إكسبكت الجول؟ هل دي كرة كانت متوقعنا تخش؟ لا لا التعامل معاه وبعد ما جبتها بقى على السريع مش هاليه على البطيء التعامل الراجل مع الكرة بمنتهى البساطة المهارات الأساسية للمهاجم الراجل بصص على الكرة عارف مكانها ارجع تاني ارجع تاني وهو ايه الكرة فوق ارجع والكرة فوق بصكريم الكرة طولية مسقطة كرة عادية جدا أهلي بيعملها 50 مرة في الماتش كرة طولية مسقطة من طهر الراجل شايف الكرة كمل بقى ماشي في ريمين وهي بتنزل حجز لنفسه مكان لاف بالراجل كل ده هو قوير وحجز ورا المدافع هي قصة كلها في حجزة المدافع المدافع لو تمكن من الكرة اسهل انه ياخدها منه مليون مرة الراجل خدها امتصاص الكرة نص الجول امتصاص الكرة او تقفيتها نص الجول طب بص كمل كمل بعدها تاني كمل بص الراجل ايه اخدها طيب وهو بيعدل الاولانية ايه بس يرجع 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 تاني وهو بيعدل الاولانية لو شطع من هنا وهو رجيه وهو بالمنظر ده هتروح في الساعة تروح في المدرك في قطة خبط الجماير عدل الأولانية وعدل التانية الجون نزل كمل بقى هات بقى وهو بيعدل التاني اهي بص ايه رجع تاني ارجع سنة صغيرة سنة صغيرة سنة صغيرة بس ال جون البيان ينزل خلاص بقى اوت اوب بوزيشن المدافع بقى اوت اوب بوزيشن خلصت الكرب الملخص بتاع الجول انه الرجل استعمل فيه خبرته مش ايه حاجة تانية طيب ما هو ده اللي انا جايبه عشانه عشان يجيله واحدة او اتنين يحطوهم انا مش عايز منه اكتر من كده انا مش عايزه ان هو يشتغل مع المجموعة وطول الوقت عمال بيتحرك وبفرق لانه تاني وانا بتعقد معاه انا عايزه يعمل ده عايزه يجيب جون يجيب جوليل في كل ماتشات طب هل النهاردة كان فيه فرص متاحة والرجل ضيع يمين ويشمال والاهلي كان فيه لا الاجابة لا طب كمل بقية الفرصة عبارة عن كروسز وبعدها عن كورل اغبطة في اللي في الثمنتاشر كم يلا ده الجول اللي انا شايفه اتعامل معاه بمثالية واي مهاجم مكانه وهيجيب الجون ده هقول والله الراجل جاب جون كويس احطه احيب هي بتحطش غير كده طبعا علشان اسف هو الكنترول بتاعه بترقيسة ولا هو باستلم الكراسي اهو اي حد في الدنيا كرة نزولها من فوق اي استلم راحب بقى ترقيسة لعد كده الاوتو بوزيشن بتاع المدافع المدافع كان راح مو ده جاي من يلي المدافع تلع برا ليه اوتو بوزيشن عشان بسبب الحجز دي الكرة التاني يلا كرة رأسية خدها دخل خدها وشالها بالسعود لانه كان داخل مع المدافع طب اللي بعديها هات اللي بعديها ماشي هات اللي بعديها على طول يلا اللي بعديها دي كانت الكرة التالتة اهي دي اخطر اخطر كرة في المباراة اللي بالمناسبة اللي بالمناسبة شايف انك ممكن هتعامل معاه احسن من كده لانه الكرة سهلة هو كتمها عايز عايز يحطها عكس رجل الجول وهقول لك هو عملها كده ليه يلا روح وهي العكسية دي اللي انا عايزها بس واقف واقف بس خلاص ابو سعود راح يمين هو بيحاول اعمال عكس رجل الجول بس كأن المدافع مش قدامه هادي كانت المشكلة لانه اسهل حاجة عملها ايه رجل اجتمها لتحت هنا على يمين احمد مسعود لكن هو عمل ايه لا مسعود بيتحرك يمين عايز يحطها عكس الجول فخبطت في المدافع انا شايف انه كان التعاون معاك كان يبقى سريع اعمل السهلة انه اتحط هنا في الزاوية الدايئة بعد احمد مسعود كانت بقى هدف خاصة ان اتقلتها كان حساس جدا هل مودست اقدر اقول هو مهاجب النادي الاهلي والراجل مكسر الدنيا كل الكلام ده مش حقيقي ابدا ايه حد يقدر يقول كده هل مودست افضل لعب من الاهلي النهاردة في المباراة نعم عندما يتحول لعب من انه اسوأ لعب في الفريق لانه يكون افضل اللاعب في الفريق تقييما مش بدا رأيي ده مش رأيي الشخصي هو اعلى لعب في الملعب النهاردة تقييما سواء في الاهلي او في الجونة في ظل تراجع معاصم اللاعبين وتراجع مارس الكولر بالمناسبة فلما تتكلم انه الراجل في ظل نواقصه الكتير ومش في افضل حالته مليون في المية لازم اشيت بيه مليون في المية النهاردة الراجل منتقى البساطة لو حط بجونة تاني انت كنت تتكلم على ده في الانترو لو حط واحدة من الاتنين اللي حطها بدماغه او اللي حطها برجله التاني الناس كنت تقول ايه نجم المباراة جاب جولين والفرقة حواليه تاني هارجع وعيدة مش شايفة الاهلي النهاردة شط خمس كرات على المؤرمى منهم تلاتة للراجل ده خمس كرات منهم تلاتة ايه اقولك المشكلة بتاعت مودست ايه حتى انا شخصيا بشوفها كده توقعات انه لا ابرف عليك ان انت التوقعات بتاعتك مودست انا انا جاي مهاري دورتموند دولال المانى احد من اساطير الدولال المانى في المتعلق بالمهجمين بسم الله الرحمن الرحيم هيخش على الدول المصري هيبقى مختلف تماما علم موجودين كله مش تبقى مستنى ياخد وقت عشان وضعيك كل حاجات دي شوية تفاصيل تانية من الملعب اللي هو ايه لمسة في الكورة باصة كواليتي بتاع حاجات عنده شوية كده مش ضبطة فتخليك تحس ان هو هل هيب هيا يا كماعي يعني هاي دي بس المشكلة انا انا عارف انت عايز توصل لانه مراجل عمل شغله او يعني اكتاد الى حد ما بس لا افضل مما سبق انت مش عايز انا الملخص بالنسبالي افضل مما سبق بس حال الوقت وافضل لاعب في المباراة النهاردة بس الحال الوقت انت جيبت مهاجم من دورتبونت لا انا مجيبتش مهاجم اصلا لحد الوقت جيتش مهاجم باصل اصلا لحد الوقت حتى مع انه نهاردة هارجع اقول تاني اقول لك على حاجة بمنطل بساطة لو النهاردة الراجل ده الراجل ده عايز في الوقت بيجر منك النهاردة لو الراجل ده جاب جول جاب جول تاني وكل ماتش ينزل حط لي جولين وهواقف بعكاز انا راضي ومبسوط جدا جدا هقول له اوكي برافو عليك صفقة ركحة جدا ما في المال لو مهاجم بينزل كل ماتش مش جولين كل ماتش بينزل حط لي جول فيما تبقى مبارات النادي الاهل في الدوري انا بقول لك هقول له شكرا جزيلا شكرا لي وشكرا اللي جابه لو عمل كده نهاردة الاهل كتير قوي كنت شايفه بيلعب كرات طولية البناء واللعبة من تحت اللي كان بيعملوا السنة اللي فاتت وتقول لك مرة انا عطايا بيطلع بكلها مش عارف ازاي ومحمد مجدي قفشة ومام عشور بها وحمد فتحي لما كان موجود وحاجات دي مش موجودة وحسين الشحك كان بينزل يلعب دور صنع الالعاب كل ده النهاردة ما بشفوش كتير الاهل نهاردة بيطلع كرات طولية ورامر بقى شفتوا كذا كرة طولية عملها النهاردة طيب اللي واحده يعني شوف يا كريم يعني بقى لنا مطشين تلاتة او من مبارات سندونز تحس ان النادي الاهلي فقير في الحلول بالطلوع من الكورة والنادي الاهلي بقى بيعتمد على اسلوب جديد محدش كم متعود عليه من النادي الاهلي اسلوب الكور العالية الجديد اصلا على النادي الاهلي وانت ما عندكش اللعيبة الاجنحة اللي تقدر تاخد لك الكورة بدمغة وتقدر تلعب على ساكن ده مش شكل النادي الاهلي مش نمط النادي الاهلي وكان التمييز الكبير السنفات قلنا الحلقة المفقودة في مرسل كولر انه جاب مران عطية فلعيب رقم 6 بقدر يطلع مران عطية اكتر واحد بيغلط كل ما حد يجي لعب مكان مران عطية نفس الكلام بيغلط فأي خطاق كبيرة جدا ولكن تعالى نتفرج على بعض الحالات اللي بالنسبالي كانت غريبة جدا في الكورة العالية اللي كان بيلعاب النادي الاهلي واللي بالمناسبة جميل منها الهدف بتاعه مودست ولكن الشكل بتاع النادي الاهلي كان بعيد بشكل كبير عن الشكل معروف النادي هنا في أول ديه خلاصة كريم من المباراة زي ما انت شايف نقف بس لحظة عشان أقول لي حاجة كبتن طبعا النهاردة عليها عبدالعال كان بيلعب ميديم بلوك مخالي اللعب برضو كل التلات خطوط كلها قريبة من بعض فبالتالي الحل الأوحد عندك ان انت هتلعب الكورة الطولية ولكن جود تلعب الكورة الطولية هل عند لعبة النادي الاهلي هل الأجنحة بتاعتك لما جربتها على المباراة فاتفت لك ولكن تعالى نتفرج هنا أول مع محمد هاني هيستلم الكورة هيلعب الكورة الطولية على مين ضعها طول كريم نتفيدي أول كورة في المباراة والنادي الاهلي خاد منها فاول في أي واحدة من بعدها نجحت مفيش أي حاجة من بعدها إن كان نشوف الكورة اللي بعدها على طول برضو بعدها في دقيقتين أول ما النادي الاهلي بيحاول يحضر من تحت الحل الأول محمد هاني إلعب إدي الكورة تانية لبجونا ونرجع تارية النادي الاهلي يستقبل اللعبة هو ده اللي الاهلي كان بيعمله كورة تانية طب غير الناحية تانية آه هغير الناحية تانية برضو دي بعدها بتلات دقائق فدّها 48 ثانية هتروح الناحية تانية عند رامي ربيعة رمي ربيعة عفواً بس مفتوها فينا وقف هنا لحظة معلش ده ارجع تاني ارجع تاني معلش عشان بس اقوله ان اندي له حق بل يا بحمود كابتن علاء عبدالعال ضغط عالي هو مش بخديك طرف تطلع بالكرة يعني برضو انا اقصد ايه حتى لو ده كان عيب عند الاهل النهاردة فكان ميزة عملها كابتن علاء عبدالعال هو مش هو يفوار ده اللي احنا قلنا في الفقرة لو انا كابتن علاء عبدالعال لازم ياخد الكريدت انا بديو حاول اما شفت اللقطة دي كمان شوط التاني معملش كخالص خوك عمالي لب حاول نفسه بيحاول يهرب عشان ياخد الكرة بصبت اقفل عليك بص بقى هتتلعب الباص هتلعب هيلعب الباص الطويل هتتلعب دلوقتي برضو لحسيني الشحات هتطلع اوفصايد العالي فضل يعمل كده كريم كتير جدا ولكن في بعض الاوقات كان ممكن بيوصل هنا بقى عاوز اقولك هل الهدف اللي جي من نادي العالي الاول لاحظة قبل بنلعب الباص ده مجاش عن طريق الصدفة كرة دي طلعبت قبل ما الهدف يجي باربع دقائق برضو افشع عاوز يسقط الكرة لمين لموتست في النص هنا نفس الكلام النادي الاهحاول يطلعب الكرة هيحاول برضو هيلعب الكرة الطويلة برضو هيلعب الكرة طويلة المين ده كان طار محمد طار والكرة برضو تقطعت فدا قبل برضو الهدف بديتين نيجي بقى للكرة اللي كانت شبيهة شوية برضو الهدف اللي جيه. كرة اول ما تقطعت نادي اهلي بص حسين الشعات اول حاجة يعملها ايه. هيلعب لمودست ما بين اللي اتنين عشان خاطب. بس مودست كان بعيد شوية. نيجي بقى للهدف. نفس الكرة بالزبط اللي لسه جايبها لك من عند افشا. او محمد هاني هيحضر الكرة. هيلعب الكرة اعتقد طهر محمد طهر. هو يملاعب للطويلة لمين? لمودست. نفس الكرة اللي كانت اللي تتلاعب. بس السؤال هنا. هل انت هتقدر تلعب بالاسلوب ده على طول? هل ده شكل النادي الاهلي? ده شكل جديد على النادي. بص يا كريم هنا. مباراة اللي فاتت مباراة سيراميكا كيليو باتر. نرجع من الاول برضو تاني. ومعنا لقطتين بس انا جايبهم من برضو. نفس الكلام برضو. النادي الاهلي مش قادر يطلع فبيطلع الكرة عالية. احمد عبدالقد مشاف يطلع بدماغه. كل النادي الاهلي بياخد الكرة يدي الكرة للفريد تاني ويرجع استقبل اللعب. فاسلوب الكرة العالية بتاع النادي الاهلي ده جديد على النادي الاهلي. جديد على مرسل الكولر اللي كل كان اصلا بيقول انت تراح تلعب سان داون سنة اللي فاتت تلعب ضغطة عالي. فالاسلوب الجديد اللي بيلعب بيه نادي الاهلي غريب جدا ومش نمط ولا شكل النادي الاهلي. فده بصراحة غريب جدا الطريقة اللي بيلعب بيها مرسل. طيب احنا نستم كمين مع حضراتكم بعد الفصل. نستمر في هذا الحوار التحليل رائع جدا مع محمد جمان جمال ومحمود شاكر خليكم معنا. يعلم بحضراتكم مرة اخر لسا مشاركنا من الاصدقاء العزاء محمد جمال ومحمود شاكر لتحليل مواجهة اليوم بين الاهلي والجنوة. وافتنا مع محمود شاكر عند مشاكل واجهة النادي الاهلي النهاردة انه كان بيطلع قرات طولية او قرات عالية كتير او مكنتش بيلعب على الارض ومكنتش بيلعب اللعبة من تحت. واكمل مع جيمي. ليه الاهلي ماكنش عارف يطلع بالكورة النهاردة. علشان الاهلي بقى بيقابل نفس المشكلة قدام كل الفرق. الاول كان الاهلي بيقابل مشكلة قدام الفرق اللي بتعرف تعمل عملية الضغط العالي بشكل مميز. بتقدر تقفل زوايا التمرير. الاهلي بقى اي فريقة. اي فريقة. بيمنع الاهلي ان يعمل عملية التدرج من الاساس. فبيطلع يعمل عليه الضغط وما بيبقاش خايف. ان هو ان الاهلي يلاب على الطويل. ما انت الطويل بيبقى لازمته ايه. الطويل بيبقى لازمته ان انا اضرب بيخطوط. فاروح في المساحات. فكل الفرق الاول كان بتخاف تطلع تدرج على الاهلي من فوق. لان الاهلي هيعرف يخرج منها. وهيعرف يحط كور في المساحات. فده يعملوا مشاكل كبيرة جدا. لا الاهلي ما بقاش. ايه ده الجزء ليش عروح محمود. كرات الطولية. الدقة بتاعتها شبه معدومة. بتروح بالصدفة. لو راحت في مكان في غياب محمد عبد المنعم تحديدا. او عالي معلول. مع انخفاض الشديد لمستوى مروانة عضية. بقى الاهلي عنده مشكلة في الخروج بالكرة. عنده مشكلة في ارسال كرات طولية دقيقة من الخط الخلفي. طيب. ده جاي ايه اللي انا ليه لجأت للحل ده. لجأت للحل ده. لان انا جرأت كل الفرق علابة انها بتطلع تعمل عملية الضغط. نعرف بسرعة الافات اللي كانت عند او الافة اللي عند النادي الاهلي مش عارفة تخلص منها. نتكلم على مباراة بالصدفة. نتكلم على مجموعة من المبارايات الاخيرة. تحديدا. نتكلم على على مبارايات سيمبا زهابا نيابا تراميكا المقاولين سانداونز. حتى آآ النهاردة من قدام الجونة. لما تيه تتكلم على انه دي امتى في السنة خمسة وعشرين. بصة كريم. ادي الضغط. تلت لعيبة ضغطين على تلت زوايا التمرير. كابت محمد الشناوي يطلع بالكورة. كورة طولية يغلط فيه الخروج بالكورة. فترجع التاني الكورة لخالد عبدالفتاح. يديها تاني ليسر ابراهيم. يديها لمحمد الشناوي جول. من حشن حظ الاهلي انه النهاردة عمل ايه? الكورة جات في ايد الراجل. لكن في النهاية تلت لعيبة قفلين على تلت لعيبة بس. ما فيه عليا زوايا التمرير. الاربع لعبين في الخط الخلفي. ومعهم الرجل الرعيب مركز ستة. يعني يحارس المارمة. واربع لعيبة قدام هم قدامهم. قدامهم رعيب مركز ستة مش عارف يخرج بالكورة. كمل. بص يا سيدي. ادي. تاني. الضغط في الديها كام? في الديها احد واربعين. انت لا عارف تمسك ولا عارف تبق. تعال هنا. بص الرجل. رمي ربيعة خرج بيها بامتياز. افشا. افشا بيجري قبل الكورة. يعني افشا بحاول يخرب الكورة قبل اصلا الكورة ما توصله. فانت حتى لعبتك اللي كان عندها القدرات انها تقدر تخرجك من وسط ملعبك. عندهم قدرات زي افشا او امام لما نزل الشوت التاني ينزلوا تحت عشان يطلعوك بالكورة. مش عارفين يطلعوك بالكورة. تاني ده انخفاض كبير جدا جدا في اللحمة. يعني في الانسجام. في الانسهار بتاع الفرقة. الخطوط بعيدة جدا عن بعض. كل اللعيب واقف لوحده. ما تيجي تكلم على مروان. مروان لما بيلعب مكشوف. ما بيكشوف قط الدفاع. الاتنين اللي بيسندوه. امام عشور او او اي حد من لعبة مركز تمانية. مش قادر انه يساعد كوكا او مروان لما بيلعبه. فانخفاض مروان ليه اسباب. ليها علاقة بمروان وليها علاقة بلعبة مركز تمانية. كوكا بيعمل كل يقدر عليه. لكن برضو بقى فيه صغرات وفيه مشاكل. النهاية الاهلي بيعاني من مشاكل في كل الخطوط. لكن. هقولها النهاردة. اقولها بكرة. وهفضل اقولها. قلتها المارسل في المؤتمر الصحفي. الاهلي عنده مشكلة كبيرة في وسط الملعب. الخروج بالكرة سبب وسط الملعب. كشف خط الدفاع. سبب خط. سبب وسط الملعب. الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. وانك تقدر تطاول عملية الهجمة. سبب سبب وسط الملعب. انهار ووسط ملعب النادي الاهلي بالشكل ده. واقول لك على حاجة. عشان انت شايف وارد يكون رأيك يا كريم. زي ما انت قلتلي. انك مش شايف ان فيه قزمة كبيرة بيعاني منها النادي الاهلي. بحالة طبيعي. ان النادي الاهلي في اخر سبع مباريات. سبعة. في كل البطولات. كسراميكا والمقاولين. بالكاد. خمس مباريات بلا مكسب. سيمبا زهابا ايابا. سان داونس زهابا ايابا. والنهاردة جونة. خمس مباريات بلا مكسب. هل دا طبيعي. لو اتشاف ان دا طبيعي اذا مش كريم. لا. لو اي حد شاف ان دا طبيعي. لا. اذا اهلي اللي يعاني منها. مش طبيعي. بس انا قلت لك حاجة قبل كده وما زلت عند رأيي فيها. انه الاهلي الموسم دا تحديدا دخل في منافسات نهائية من بداية الموسم. وده اتكلم عنه مرس الكورة. صحيح. انه دا مش عادي. اللي بيحصل دا مش عادي. وبالتالي النتيجة مش عادي. لو الاهلي في خمس في سبع مباريات مكسبش خمسة. فده مش عادي. بس سببه ان اللي بيحصل له مش عادي. وفي اخطاء اتفق معاك من المدرب ومن اللاعبين مية في المية. بس الظروف كلها ما تقولش انه الاهلي في كارسي. هي ظروف كلها تجمعت وخلت الاهلي يزهر بالمستوى دوت. ان انت فجأة لقيت نفسك بتلعب نهائي السوبة الافريكي. داخل بمنافسات قوية جدا في الدول الافريكي. داخل في زهاب ايام في دولة ابطال الافريكي حتى لو المباراتين سهلين. داخل في نص في نهاية كاسف مصر. فجأة. فاول اللي هو الناس بتاخد الموسم بالتدريج. فجأة لقيت نفسك داخل بتنفس في بطلات. اتفق معاك وعلشان تروح لمحمود. اه. اه. انا تاني بستخدم لفظة ازمة مش كارسة. اه. الاهلي في ازمة. ولا زلتم صام من الاهلي. اه. طيعا. محمود. في نهايس النهاردة تحمل كلر ما وصل الى النادي الاهلي فيه تلاجع ما في المستوى. واخرين بيقولون انه اللاعبين هم المسؤولين عن هذا التلاجع. انت مع اني طرف. هو كل الكلام اللي داير. اه. وكل اللي احنا بنشوفه. انه مارسل كولور بيخطئ كتير جدا. في التشكيل روتيشن الكتير اللي عليه علامة استفهام كبيرة ان انت داخل اصلا عطاقه في دولي. فانت مش محتاج روتيشن انت بتعمله. انت بتراح اللعيبة ليه? يعني كله راح في تلاجعه في دول. ولكن في نفس الوقت. اللعيبة مش قادرة تشيل الراجل. يعني هو الراجل لو مش موفق في اختياراته. لو مش موفق في التاكتكس بتاعته. انت مفروض كلعيب. مفروض اللعيبة تشيله. تعال وريك النهاردة بعض القرارات للعبي نادي الاهلي. في الخروج بالكورة في 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 الفلت الاخير قدام التمنتاشر. قرارات غريبة جدا من لعبي النادي الاهلي. تقولك ان المشكلة مش بس عند مارسل كولور. المشكلة عند مارسل كولور وعند لعبي النادي الاهلي. اللي مش قادرين يشيلوا المدير الفني او مش قادرين يشيلوا الفرقة والغريبة كريم كل الفرقة اوف كل فريق النادي الاهلي اوف تعال نشوف بالحالات هنا دي اول كرة خالص معنا في الديقة اتنشر هنا بص على طهر محمد طهر هلعب الكرة لمحمد مجدي افشد من الكرة النادي الاهلي بيطلع بها ارجع بقى للكرة قبل ما يطلع يلعب الافشة عشان اواريك تفصيلة صغيرة كتمكن تفرق في المبارنة كتوحل زادها في اول اتنشر دي ادي طهر محمد طهر قطع صحة افشد راح في المساحة الفاضية كلاعيب رقم تماني لحظة بقى اوف هنا بص مودست لفين اي اوفر لمودست على الارض اوفر عالي الكرة دي جون بص بقى التنفيز شوف بقى افشة هيعمل ايه كرة غريبة جدا ولا هي باصة ولا هي تزديدة ولا هي اي حاجة خش على اللي بعته نفس الكلام محمد هاني هنا محمد هاني عاوز يطلع بالكرة في الديقة تسعتاشر بص محمد هاني هيلعب الكرة كريم نيدف يددها الكرة تاني لنادي جون عشان النادي الجونة يابى مع الكرة يعني في الوقت ان ت راح تعمل فيه هجمة انت بتدي كرة والح Pilot كله تحول فقال بقى الاهلي مش قادر يطلع الاهلي مش قادر يعمل اي حاجة بص الكرة ما تقطع تاني من نادي الاهلي بص بقى هنا بيلعب كرة المودست مودز طبعا مش قادر كرة بتاخدها وبترجع تاني هاجمة للنقى فالنادي الهلي بقى يطع كرة وειدي تاني كرة للجونة نفس الكلام هنا بص حسيني الشاحات هيلعب الكرة هنا عند محمد هاني بص محمد هاني ودي هجمة معودة للنادي الهاني كرة اللي بعدها برضو نفس الكلام محمد شنوي دي هجمة مفروض عكسية للنادي الهاني بص محمد هاني هياخد الكرة ولما الكادر يفتح لحظة بقى اوقف هنا فيه الف لحظة بس فيه الف مليون حل ممكن يتعمل من عند محمد هاني اولهم ان محمد هاني يقدر يخش في المساحة الفاضية يهجم المساحة الفاضية يغطم الكرة الجوه ويروح هيبقى النادي لقى لي عندك اربع لعيبة خمس لعيبة واحد اتنين تنة اربعة خمسة من الجونة على خمسة من لعيب النادي لقى لي الكرة دي جوه بص يا محمد انا يعمل ايه تشوف يا كريم نكمل الكرة يلعب الكرة للجونة برضو تاني فقرارات غريبة جدا اه مدير الفني مش مميز ماشي فاخي الكرة بس اوريها لك دي كانت برضو غريبة جدا بالنسبة لي الكرة هنا في الجونة برضو هياخد الكرة عاوز اوليك الحسيني الشحات سبل بك يجري يا كريم الراجل هيروح يجري دي اخطر الكرة موجودة접 جونة راجل امسحب وعلى فكرة الراجل كان عاوز يطلع ait الجونة بس هيقلشت وراحت وكانت هجمها خطرة جدا عن نادي الاهل فلاعيبة النادي الاهل مش قادرة تشيل الراجل يعني مش قادرة تشيل الراجل والراجل بعيد وهم لعيبة النادي الاهل بعيدة قراراتهم غريبة جدا مش دي لعيبة النادي الاهلا اللي كانت موجودة السنة اللي فتت طيب احنا لست مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل مع محمد جمال ومحمود شاكر يا عرب حضراتكم مرة أخرى لست مستمرين في تحليل مواجهة اليوم بين الجونة والنادي الأهلي طيب جمي واحدة من الملحوظات اللي شفتها النهاردة وكان هو متقلق جدا مع مرسي كوريا الموسم الماضي واسمي الحاجة ازاي كان متقلق جدا مع مرسي كوريا الموسم الماضي عشان هو فيه فنييته حاجة انا عارفها متقلق جدا مع مرسي كوريا الموسم الماضي هو اكتر واحد برزو تقريبا في مركز الجناح الأيمن الراجل اصيب كريم فؤاد وبتاعة فترة رجع تاني مع النادي الأهلي وبدأ يتقلق ومرة أخرى يقعد عندك حتى لو أنت في الفترة دية محتاج كل اللعبين اللي عندك كريم فؤاد دا زي يقول لك دا ايه دا بتعمار سيكولا دا يعني وقت موسيماني كريم فؤاد هيمشي إيه اللي ما بيخلوش يعتمد عليه طيب قبلنا نروح لكريم فؤاد ما تخلينا كريم فؤاد؟ لا لا طيبنا نروح لكريم فؤاد في لقطتين كده بساطة مش هما موضوع اللي نأول بس هما يعني لهم علاقة نوع عمال لقطتين يخصوا طهر محمد طهر آه كابتن خالب بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي طول الوقت عنده حمية كابتن محمد رمضان كابتن سابط البطل كابتن سالة عبدالحفيز أي حد لما الأهلي يكون خسرون في الدي 91 فاشا بأي شكل من الأشكال هنا عشان الناس تفوق تاخد الكلام في سياقه لا بقول له اتخاني ما حد لأن المباراة مسلا وكادش فيها أزامات تحكمية وكادش فيها مشاكل فلكن إن أنا لازم بيقف على الخط بشد العبتي أنا في الآخر مدير الفرقة بالكامل فلازم بيقف شد العبتي بأي شكل من الأشكال أنا كابتن خالب بيبو الناس العزيزة جدا على قلبي لكن في النهاية لازم يبقى عارف ده لازم ما يبقاش بهذا الهدوء لما يكون عنده لقطتين في الديها 76 ولقطة في الديها 91 والأمور بالنسبة له هادية جدا أنا بكلمش على الحكم ولا بكلم على حواره مع الحكم لأنه مكنش فيه حاجة في المباراة لها لخب الأخطاء التحكمية لكن وهي نصيحة ما بين قوسين دون إفراط أو تفريق كابتن خالب بيبو شخص هادئ جدا اللعيب المصري اللعيب المصري لازم الراجل اللي وقف معاه الخط مش هيبقى وقف مدير فني هادي وقف مدير كرة هادي والأمور هادية جدا والأهل متأخر في النتيجة وعنده مشكلة دي لقطة خروج مارس الكولر وبالمناسبة مارس الكولر يا كريم كان غاضب جدا جدا في قط اللبس ورفض حط صحفية بعد المباراة بسبب غضبه من اللاعبين أخيرا أخيرا فيما تعالى من كابتن خالب بيبو وتاني ودون إفراط أو تفريق الانخفاض اللي عند النادي الأهلي مش بس فني فيش وقت يسمح بأن احنا نتكلم في تفاصيل لكن ممكن نقول تفاصيل طبعا 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 في راجل مدير هو اسم مدير كرة صحيح؟ صحيح في راجل مدير بيبقى قوي جدا شخصيته وقوي جدا وهو هادي ومبتسم وبيشتغل بهدوء في شخص تاني بيبقى قوش شخصية بالزعيق يعني مش بقول ده صح وده غلط عشان عادي في المقنة هتعمل على طول بس كل واحد بديه اسلوبه ببساطة يعني أنا اسلوبة يا عم أنا ما بزعقش أنا ما بغضعتش في حالة أنا ما بديه حتى هنا بيتكلم مع الحكام ببقى مبتسم كده عشان أحليجه وقوله انت غلطان في حقي مسلا يعني ده اسلوبي أنا أنا شخصي كده أنا برضو اللي بتنرفز ببقى دي فده اسلوبه هل ده عيب؟ ده يعيبه؟ أنا تكملت الجملة قلت بدون الدخول في تفاصيل كتير الوقت لا يسمح بعرضها المشاكل داخل داخل فريق النادي الأهلي هذا الموسم مش بس فني محمود عايز تكلم عن إيه فاضلي دي سريعا إمام عشور إمام عشور كنا نتكلم سريعا إمام عشور هو حلال العقد لمارسل كولر وللنادي الأهلي هو اللعيب الوحيد اللي في نص ملعب النادي الأهلي اللي ممكن تاخد منه حاجات كتيرة جدا يلا تعال نتفرج على إمام عشور نزل يا كريم لعب 33 دقيقة لمس كرة 41 مرة عاوز أفرجك على إمكانيات إمام عشور في الخروج بالكرة إمام عشور في الكي باس اللي بيعملها إمام عشور في الأوفرات والعرضيات اللي بيعملها بينقل إزاي اللعب والتميز الكبير عنده بص هنا حسين الشعاد طبعا لها بإزاي هنا بص الكرة دي تانية إمام عشور عنده مساحة رؤية واسعة جدا بص الكرة دي العباء لبيرسي تاو هو الوحيد اللي كان بيصنع خطورة للنادي الأهلي وغير شكل النادي الأهلي تماما في الشوت التاني هنا نفس الكلام برضو بالمناسبة ده ده طرد بص يا كريم على السنسو هو بيلعب الكرة كريم فؤاد لبس الرجل الطرد اللي موجود وفيه كمان لقطة كمان معينة ومهمة جدا لإمام عشور في الخروج بالكرة وفي المروغة عنده واحد وواحد مميز بص هنا يا كريم كان مشكلة دايما النادي الأهلي الخروج بالكرة اللي عيب رقم 6 بص هو ممكن ناس تقولك مزودها أو نوع رقص كتير وقعدي يلف براجل كتير هي دي إمكانياته هو ده حتى محمد عبد المنق من ناس تتكلم عليه بص نقل اللي بالنهاية التانية خالص عمل هجمة للنادي الأهلي ففيه تميز كبير جدا من نماء عشور فاضل معانا لقطتين فقط كل ده حصل في 33 ديئة بص هنا برضو الكرة دي كريم متميز جدا أنه هو حتى كمان التزديدات راجل شوت 3 تزديدات في 33 ديئة اللي لعب بهم أكتر من أي حد في لعبي في النادي الأهلي بص هنا الكرة دي يا كريم الراجل مميز جدا بص هنا اللي ملعب زي البرسي تاو وكانت كرة خطرة جدا هو اللعبي الوحيد اللي عنده حلول في النادي الأهلي آه بننتقده ساعات أن البدني بتاعه ساعات ما بيبقاش أفضل شيء بننتقد أنه هو عنده تفاوت كبير في المستوى بتاعه طوله 90 ديئة ولكن هو أهم لعبي النادي الأهلي في خطه وسطه هو أمام عشور للي هو الوحيد اللي عنده كرياتفتي وعنده إبداعية تطلع منه عن الخمسة اللي موجودين في نص الملحة معايا يعني أنا تأتيين ثانية أخدهم من المخرج اللي بيزعق لي جوا ده بس أعطي معي فضل اتفضل انا لا هتخاني مش انت ما تحتجري بعد الهواء كلم على كريم فؤاد كريم فؤادة كريم أنا بالنسبة لي كريم فؤاد مش بس بيقدي بشكل جيد تبقى علامة استفهام بالنسبة لي غير مفهومة وغير مبررة كريم فؤاد اللي سام في تقلقه وطوهوج ومارسل كولر واللي على قناعة كبيرة جدا بمستوى وكريم فؤاد اللي رجع من فترة طويلة جدا من الإصابة بياخد المباراة اللي فاتت بينقذ الأهل بكروس بالرجلة العكسية بالقدم اليسرى في مباراة سيراميكا بهدف لأفشة النهاردة بيساهم في طرد أحمد محمود زهير الأيمان ليه فرقة الجونة بعدها على طول بيحطوا كرة في العرضة بعدها بيعمل أسست مودست ما تعمدش معاه بالشكل الجيد كل ده وبنتكلم على لعب لعب نص الشوت التاني في ظل قلة الفعالية دي كرة بتاعت الترد في ظل قلة الفعالية من أجنحة النادي الأهل في الشوت الأول سواب أتكلم على حسين الشحاية اللي كان في أقلم مستوياته وطاهر محمد طاهر اللي بعيد جدا 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 مش النهاردة ولن بارح من فترة طويلة جدا فالسؤال لمستر مارس الكولر لماذا تحرم النادي الأهل من خدمات كريم فؤات سلام سلام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا دا كان ختام حاليتنا النهاردة من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على بك